موسيقى صباح و خير و أهلا و سهلا فيكم بحلقة جديدة من الـ Spot On موسيقى موسيقى دائما الأمل هو مفتاحنا في لبنان و مفتاحنا أنه نجرب نستمر بهذا الوطن يلي بيزول كل الظروف يلي عم نقطع فيها يمكن كل شي صار بنكوب ومش بس منطقة أو بيوت موسيقى بمطرح معين أعلمنا بجميع مؤسساته كل مطرح في نكبة معينة إن كان هو تابع للثورة بإنحياز كتير كبير أو إن كان هو تابع للسلطة بإنحياز كتير كبير أو في مطارح بعض الموضوعية ولكن هي بأشخاص وليست بمؤسسات موسيقى موسيقى كمان هن بحاجة كرميلتا يستمروا يطلعوا للخارج وفي أشخاص بقلب المؤسسات اللبنانية عم يتنقلوا من مؤسسة لمؤسسة موسيقى هل تم بعيدون هل هنستقالوا هل غيروا مبدئون هل شحطون هل إذا بدي أقول كمان عم بغيروا جلدون في كتير ناس كتبت وفي كتير ناس عبرت وفي كتير ناس صرحت ولكن كل واحد كان عنده وجهة نظر مختلفة موسيقى أعلمية بمطرح معين يمكن كتار اعتبروها أنه هي غيرت خطة السياسة إذا كانت تابعة خط سياسة من الأساس هل اليوم بنعرف في كتير ناس اعتبروها غير موضوعية ومنحازة للثورة في كتير ناس اعتبروها أنه غلط تكون مع مطالب الناس وفي ناس كمان زعلوا على رحيلة وهي حسب ما كتبت أنه زعلت موسيقى شخصية مستفزة بمطرح معين وعلى تويتر كانت دايماً عم ترفع بوجهة الأسهم والأسلحة من قومنتس ولايكات وديسلايك وكانوا كتير ناس عم بيهجموها على كل تصريح هي بتقولوا أو حتى إذا كانت عم تعمل محام الشيطان مع ديوفة يلي يمكن بينتمو لحزب معين كانوا يهجموها وكأنه لازم الاعلام بمطرح معين طيب موسيقى 16 سنة بقيت بمؤسسة و11 سنة كانت توجه لهذه المؤسسة بالبرامج الحوارية السياسية استضافت أهم ديوف وقدرت اتميز حالها واليوم رجعت على المؤسسة يلي انطلقت منها جوسيفين ديب صباح الخير صباح الخير رالف نحا رادي؟ ايه يلا شو خبرين اول شي كيف تبع الصباح قبل ما نبلش هيك تتريب بوع الصباح على ولادة عمرهم سنتين صابيان ففيك تتخيل هنه كيف ممكن يكونوا بوع بوع عليهم توم ايه توم صابيان فبوع عليهم هنه ومهاي برين او عم يتغنجوا علي فبكون الصباح بين انه بدي روح لعندهم بدي فوتهم عطوالات هل عم يتعلموا كيف يفوتوا عطوالات ويشيروا الكوش حلو بين انه حطلهم الكوش بين انه يلبسهم بس انت حدا مورنك برسون يعني بيوع بكير يعني عنده هيدا النشاط ولا بتفضي تنامي للساعة انا ما بحب يعني ما بحب نام يعني الوقت مؤخر لانه بحس انه الوقت عم بيروح مني فانا كتير بحب الصبح بس الصبح انك تحب وهيك توعي على رواقت الشرف من جن قهوة الشيء الشيء وتوعي على الكوش ودرعك ودرعك بس انه لا انه ايه فهي حياتي هيك ركض بركض هلق مع الولاد لا انا صار عمره سنتين وصاروا عيصابة وهاكي فبتخيل ايا كيف جايل عندك انا ركض بركض اه اول شي اعطيك العافية اه بدي ما بعرف اذا لازم بيركلك على ناقلتك على الجديد ولا لازم نقلك زعلنا عليك بالاو تي في يعني لانه هيك العالم يعني عمشوف الكومنتات مقصومين بان زعلوا عليك بان بيركولك وبان بسطوا انك في اللايت من الاو تي في يعني اه الكومنتات اه مجبورين بكذا نوع اه بس قبل خلينا ارجع معك للمؤدمة يلي قلتها عن المؤسسات الاعلمية اه اليوم نحنا عم نشهد على اه مؤسسات الاعلمية نوعا ما بحالة مذرية بماديا اه هالموضوع ادي عم بأسر برأيك على مهنية الاشخاص او على الاشخاص يلي بعدها عم تستمروا عم تبطا يعني شفنا وجوه كتير مهمة غادرت صح شوف نحنا من الاساس قبل الازمة المالية بالبلد الاعلام عنده مشكلة القتاع الاعلامي في مشكلة والصحفيين عندهم مشكلة دايما نحنا منطرح مسألة انه الصحافي قداش هو مستقل برأيه او قداش هو بيقدر يعمل شغله بمهنية بنظام مثل هذا النظام بالبلد قداش بيسمح له يعمل شغله بمهنية فمن الاساس قبل الازمة الاقتصادية هذا النظام منه نظام صحي لحتى الواحد يشتغل صحافي حقيقية بالبلد ليه لانه في كتير تشبكات بين العالم الاعمال مع عالم السياسي مع العالم الصحافي واغلب مؤسسات العالمية هي ياتب على رجال اعمال ياتب على قوى سياسية وبالتالي انت حكما بلشت الغلط يعني هلأ طبعا بكل العالم في هذا شيء تقطعات بس دايما فيه بكل العالم فيه نسبة من الموضوعية موجودة لانه الناس مشاركين احيانا مثلا بملكية وسائلية مثل البريطانيا اللي امنت هيدا النموذج فبتحس انه انت مجبور تكون على الاقل شوي عندك موضوعية بيه العمل الاعلامية فهيضا عم نحكي قبل الازم المالية اوكي كان في مشكلة وكان في مشكلة ان احنا ما كان عنا نقابات وبعده ما عنا نقابات تحمينا وانه تقاملنا هولي زبطك الحقوق الحقوق العمل يعني والتقاعد والى اخره نحنا نحنا عم نشتغل انه اخر شيء اللي هو ضمان الاشتماع اللي بيأمن لنا بالاخر التعويض مثل كل الناس بس نحنا ما عنا نقابة ازا بدك معينة بتقاملنا هون ازا انطردنا ازا 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 شو بدي لك يعني ازا تعرضنا لضغط ازا تعرضنا لتحرش ازا تعرضنا يعني اه فهولي المشاكل هنا موجودين وهولي بحاجة زيتهم بيساعدوا او بيأمنوا ازا بدك ام بيئة غير صحية للصحافة انه يشتغل فهو بصير ساعتها اه هش اكتر وعرضة لازا بدك المال السياسي اكتر للرشوة لانه بيحس انه هو ما بيقدر يكفي هيك لانه عنده عائلة او مطالبات الحياة هدا واقع المهنة قبل بس خلينا عمنا نقول انه بالمقابل في صحفيين اختاروا انه لا ما يقبلوا ما سياسي بس اه بعيشوا اه حياة صعبة كل حياتهم هنا وعائلتهم وبالتالي مهنة صعافة بالبلد مهنة متعبة مش بس لانه انتوا عايشين حياة صعبة هلا بنجي لانه اه نحنا لأه الحمد لله ماشي حالنا قدام كتير ناس نحنا بس لانه بنشتغل كمان مؤسسات برة فانحنا ازا بدك اه خشبة الخلاص بالنسبة لحياة الله حدا بالبلد انه ما يكون معلق بس بالمؤسسات اللبنانية يعني يكون بيشتغل مية بالمية هدا بيأمن له اه لا انه يعني فيه ما اكون فلاش ضرع هلا يعني لا مش هلقات بس انه مثل عمقلك شو هو ازا بدك شي اللي ما يعني بيخلي الواحد يكون مرتاح اكتر بشغله اه فهيدا كان قبل بس خلنا نقول انه حتى ما نجمل انه لقى في صحفيين فعلا ما بيتعرضوا لما السياسي رغم انه عضاعنا الصعب كتير مم فما بيلك هلا بالازمة السياسية والازمة المالية والازمة الاقتصادية اللي عم بعيشة البلد واللي معاشاتنا كله انصاروا بالارض بحكم ازا بدك تدهور سعر الليرة فالوضع سيء كتير و اه اه الكل بقدر اجزم لك انه ثلاثة ربع عم بيشتغلوا بيقطاع الاعلام بالبلد عم بفتشوا على اه محل يشتغلوا فيه برا برا ليه لانه كرميل الدولار يعني خب و ليش اه اه اختارت مؤسسة بداخل لبنان انه الحق تبديك تنتقلي اتقلت للمؤسسة بلبنان ما انتقلت للمؤسسة بالخارج اه اجاني قافر بكل بساطة اه اول شي اجاني قافر على الجديد وحبيته كثير للقافر والجديد اه فيها جزء كبير منها بيشبهنا والجديد انا انطلقت منها بالاساس يعني هي اللي عملت للاساسات تبعولي انا نضجد بالو تي في بطبيعة الحال واصلا الو تي في بلشت معها بالحوار السياسي ما بلشت هونيكي كنت على الارض اكدر اي ريبورتر يعني انا اندعاكت كتير بالحياة وعلى الارض بالجديد لانه لما فت على الجديد كان لبنان عم يمرق بمفترة كتير فيها توترات يعني كان بوقت اه نهر البارد شاركت اه كنت بعد كتير صغيري بعدنا بتذكر فيه صورة له هلأ مبين هيك وجم بجبج بين الطفلة يعني طالعة انه اول تجربت تغطية ميدانية كان بالنهر البارد شوف قديش بتعلمك اصص وبعدنا بلشوا اه ازا بدك الاحداث بالبنان يكروا من نهر البارد لاحداث بيروت لالتفجيرات لسبع ايار لا ما بعرف شو يعني اصص كتير مرت على البلد كنت انا بالجديد والجديد بتزدك على الارض بتقول لك يلا طلع اللي عندك وفعلا كانت تجربة ممتازة ومنها انطلقت على الو تي في رحت على الو تي في وبلشت مشوار جديد بالو تي في كمان عملت كتير اشياء كتير اشياء مش شوي عملت دوكومنتري اخدت عليه جايزة بكل الدول العربية اه من رويترز اه عملت اه سيفارت على سوريا رحت على معلولة اكيد ما بعرف ازا الناس تتذكر اه اه رحت بالازمة كانت بعدها معلولة نصها ما نصها محتلة من جبهة النصرة رحت على بنغازي رحت على مصر رحت على العراق رحت على نينوا رحت على كردستان يعني اه برايك لو كنت بعتك بهديك الفترة بالجديد كنت قدرت التوري حالك متل ما اتطورته بالو تي في ولا كان قدامك ما طبعت اكتر كونه في كمان كتير اشخاص بالجديد في منافسة اكتر بالجديد ايه مضبوط بس ما بعرف ما بقدر اجزم بس بقدر انه تخيل انه لا ما بتخيل لانه الجديد كمان عندك كتير رغم انه في كتير منافسة بس عندك كتير يعني انه روح على مسلا كردستان روحي على ليبيا فلان روح على ما بعرف وين مش ما بتحصر يعني فيك فيك تعمل اللي بدك يعني فيك ازا بدك تشتغل تشتغل بالجديد ما حدا بيمنعك عارفت? مم. فما بتخيل يعني. على انا ازا بدك اللي اه اللي خلاني انضج بشخصيتي وايك اول شي العمر يعني السنوات اللي ما رأيت والتجارب. اه وتاني شي الحوار. انا بلشت حواري بالجديد بالالفان وحدعش. باللو او تي في سوريا. اه كان صار لي سنتين بس عفكرة. ومهذا شي كان اه منيح كتير. فتحت لي الفرصة الاو تي في انا عرفت. انت السعيتي ولا? اه انا كنت حابة طبعا انا عبرت عن اه انه اي انا اعتبرت انه كنت عم بشتغل اول ما جيت عالاو تي في اشتغلت وعملت وعملت فرق. عملت فرق كبير مش شوي. لانه كان فيه اه لانه كان فيه اه يعني ازا بدك نوعي جيد من التقارير عم تنزل. وعملت هادا دوكومنتري ازا بدك يلي كمان اه اخد ضجة اللي هوني فيت السامة بلبنان ايام الحرب واللي اخدت عليه جايزة رحت عالاردن هو كمان رويترز وهيك. وبوقت اه اعتبرت انه انا خلص انه بدي اعمل شي جديد. مع الريبورتر اما بحيتي تركت ريبورتر عفكرة ولا بتتركها لاني بحبها. فا اه وايشها السيد جوني منيار يلي. ما بعفز عم يسمعني بس اه يلي بعزه كتير واللي بوجه له تحية. كان موقع مدير اخبار. وعملت كاستنج وقال لي انه جوزيفين انت رح تكوني. كانت الزميلة دي مصادق بوقتها انتقلت على الالبي سي. وكنت انا عم بشي محلة. وهيك. وانا بعتبر اهيه تجربة الحوار بالو تي في كانت اه اه حلوة كتير. واغنتنا كتير. وخلتنا انضاج وخلتنا يصير حلان. وميزتك بمطرح معين عن اه. صح. فتحت لي ايه. فتحت لي مجالة حتى انا انه ابرز اذا بدك هذا التمييز. اه. خلينا قبل ما فوت معك او تي في جديد وكل الاساس انه هيدا الموضوع رح تحكيه فيه اه مفصلا اه اكثر من هيك. ايه. هلا ما هيدا ماشي. هيا خبرتيني انت الخبرية اللي عبرك تخبرينيها. هلا في اساس انا عبر السألة. اه جوزيفين خلينا احكي معك شوي اه على الوضع اللي عم نقطع فيه. من سبعتاش تشرين لليوم. هل هناك جوزيفين جديدة طلعت على السيحة يعني متل ما بنشوف وبنقرأ انه جوزيفين غيرت ما بدأها. جوزيفين اه كانت عونية بطلت عونية. جوزيفين اه شو? يعني انه انت يعني. جوزيفين بعضها متل ما هي. بس الانسان اذا بدك يعني خلينا نقول انه دايما ان احنا كلنا بننضج. مم. ومنصير نقارب من امور بطريقة مختلفة. مم. وبطريقة ناضجة اكتر. ونظهر اذا بدك من الباكس يلي حطين حالنا فيها. وآآ. وهذا شي ما بيعني انه لا انت خائن ولا انت يعني مدرش وباك مدرش صار لك وغيرت جلدك. عادي انت بعدك نفسك. بس الحياة بتعلم. ازا الحياة ما بيتعلمك نيود يعلمك. يعني شو? يعني الواحد بيخلق. بضله ازا عاش ستين سنة بيضل عمر الستين من كأنه كان عمره السنة. ما بصير. مم. بده يتعلم من الحياة. بده يتعلم القارب الامور بطريقة مختلفة. انا بعدنا متل ما انا. بس انه الفرق انه انا بيهي سبعة عشر شرين. اه ارابت ارابت موضوع الصورة بطريقة مختلفة عن كتير من الزملاء. وانا كنت اه وبعدني الى هلأ وبعد الى هلأ ازا بيرجع في زمنه ورا برجع بعمل نفس شي لبل ازا بدك برجع بفوت اكتر. هلأ اعتبرت انه ازا كنت متفكر زملائك رح تكون متل. شو ازاك خالف تعرف? لا مش مزبوط. مش مزبوط ليه? لانه لانه انا من زمان هيك. يعني سبعة عشر شرين ما كانت ازا بدك محطة انه قلبت فيها. ما انا من زمان معروفة انه انا دايما بوقف مع الناس. بوج مين مكان. هلأ في ناس فسروا. انا انا وقفت مع الناس بواجه حدا معين. هدا شأنهم ما خاصناك. بس انا دايما بكل مسير تمن وقت مبلش صحاف لليوم. وكل مواقف اللي هي قليل اصلا ما بتطلع. مواقف فيك? اي. ومؤخرا تويتر طبعك والعان. مكتب. لو بدي احكي اللي عندي اياه كان بيولع اكتر. يعني انا بس ببعض انه ببعض المحطات بس بختار احكي يعني عرفت? دايما دايما انا بدعي انه شوفوا الناس. شوفوا الناس. شوفوا الناس شو بدي. ليش عم تعمل هيك الناس? ولا مرة بقول انه انه اي قوة سياسية او اي جمهور حزب معين من كل جماهير عفكرة حتى ما حدا يعني يفهم هلأ او يستنتجوا عم نحكي بس عن جمهور التيار. كل الجماهير الحزبية بالبلد بتحط نفسها. يا اما بتركب موجة الناس وبتقضي على مطلب الحقيقي للناس وهي بتروح بتجاير الموضوع صوب اه مصالحها. يا اما بتوقف بوج مصالح الناس. انا كل اللي عم قولوا انه يا جماعة بتعاوا نفهم شو بهنا الناس. ليش هالقدم عاصمين? ليش هالقد غضبانين? في ناس منهم خبساء في ناس منهم عندهم اجندة سياسية. في ناس عندهم اه اوكي عارفين ملنا مساطين نحنا. بس كمان في ناس موجوعة. بتاعوا نقارب واجع الناس بطريقة مختلفة. ما في ما اه يعني ليش بدنا نقارب اي تحرق بالصدام. انا ما بحب الصدام. مم. بتاعوا نشوف شو واجع الناس وتاعوا نفصلوا. كيف شفت اه سلوك الثورة من سبعتاش تشرين لليوم? هلا هي اصلا ثورة? اه ما بتقلقها هي. انتفاضة? اه انتفاضة ربما. اه طبعا في واجع حقيقة. بحلقاتك شو كنتي عم تقولي بالاول ثورة ولا انتفاضة وقت تطرحي سؤال عنها? كنت اسأل هل هي ثورة ولا هل هي انتفاضة? متل السؤال بتسألت. وانت شو شو شفتها? لا انا ما بشوفها ثورة اكيدة. لانو الثورة اذا بدا تكون ثورة اول شي هي ثورة اه يعني بدا نفس طويل. بدا قيادة يمكن. بدا اه برنامج. بدا هدف واحد. هدف معين. كارمن لبوس دعيت انه هيدا الثورة تبطل ثورة اه من مجهول وينحط الى قيادة وينحط تنظيم وتتمشي وقلا ازا هيك راح تدال ما بتوصل لمطرح. انت معي. هلأ هي خلصت بعتقد. خلصت? خلصت بالنفس او بالقوة يلي شفناها بسبعتاشة وشرين لانو شفنا بسبعتاشة وشرين من بعدها بشهر كان فيه اه اه موجات من الناس كبيرة كتير عم اه عم بتعبر. بعدين اه اه هلأ كيف كيف بلشت الثورة وكيف خلصت هدا كمان موضوع كبير. بس بعدين واضح انه في اجندات سياسية كانت لكتير من الاحزاب يلي حاولت انه تجير هيدا الوجه على اه مصالحها في محاولة تصفيات لقوة سياسية صارت على ظهر وجه عن الناس. في اه اه قوة سياسية تلطت ورا وجه عن الناس كرمال تصوب على قوة سياسية اخرى هي اليوم موجودة بالواجهة. يعني ضد السلطة او ضد العهد او ضد اي يعني مسلا انه في قوة سياسية اه في احزاب هي موجودة من ثلاثين سنة لليوم. تلطت اختبت اه اه تخبت يعني راح تخبت. يعني اصدق مسلا متل قوات اللبنانية وقت وقت دكتور سامير جاجعت بنى السورة وقال انه نحنا من الاوائل اللي في يوكلها. لا اه القوات اللبنانية هي نزلت على الارض. اه. مش 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 مخبه. انا عم بحكي حتى غير يعني مسلا انه الحزب التقدم الاشتراكي اه اه انتفق. تخبه شوي. اوقات كان يطلع كمان بالشارع اوقات لا. اه مستقبل كمان انكفق. ازا تخبه قصدي مش انكفقه يعني. وصاروا اه ينزروا بالشارع من اه يعني احيانا كمان كرمي الاهداف سياسية. وبدت بعدنا وسوق ادارة از بدك يعني السورة وسوق ادارة هذه الانتفاضة. ووجود مجموعة من المصالح المتشابكة. ودائما منقول على وجه الناس. لانو وجه الناس حقيقي ما حدا فيه يخفي. ما حدا يفكر. طب جوزيفين. فكانت بدت وقية انو هي موجهة صوب حدا معي. صوب الرئيس ميشيل عون. يلي هو طبعا طبعا هو وطني حول بتحملوا مسئولية انا مش عم برقهم. بس. مسئولية شو? مسئولية الوضع يلي وصلنا له. بس مش وحدهم بالقدر يلي هن كانوا موجودين فيه بالسلطة. طب انت بيشو مع مطالب الثورة او او الانتفاضة اللي كانت. وبشو ضد. يعني وين كتت قولي هون بحط لهم نياس هون بحط لهم نو. بدك تسألني هلأ شو هن الاصص يعني مسلا انو انا مع دولة مدنية. انا مع قانون احوال شخصية مدنية. انا اه مع ضمان الشيخوخة. انا مع اه حقوق العمال. انا مع قانون عمل جديد. انا مع اه شو بدك. انا انا مع هول الاقوانين ازا بدك البطنة. انا مع المحسبة. انا مع قوانين تشرب مجلس النواب. انت مسلا مع. انا مع استقلاليك القضاء. انا مع هولي كلهم هولي مسلمات. بمطارب استفزت السلطة. انت مع انتخابات مبكرة. انا شو خاصني لاقول ازا مع انتخابات مبكرة ولا لا. عم بسأليك كشخصية. انو. كشخص عادي عم بسأليك كمواطنة. انا ما. لا لا لقلك ليه. لانه اه هنا يعني بيرقي انا. انو سادجي يلي عم بطالب بانتخابات نيابية مبكرة. مفكر انو انتخابات نيابية هيك نزها بروح بيعملها ولا بيربح مقاعد بمجلس النواب وبيرشع. اليوم ازا بترجع بتعيد الانتخابات بتعمل انتخابات نيابية مبكرة. بتاعوا. ها مش التغيير. بيكون ضائل كتير. وبتطلع القوى السياسية نفسها ليه? لانه اليوم نظامنا هو محضر للارضية دائما. هادي القوى السياسية تجدد نفسها. مم. وبالتالي ازا مفتكرين انو ازا ازا كان في ناس موجوعة نزت على الارض. خلص سارنا جاهزين نعمل انتخابات نيابية مبكرة ونروح نعمل تغيير فهادي السازاجة السياسية بصراحة ويعني انو ساعتها يعني الافضل انو ما يوصل للسلطة ازا كانوا بهذا السازاجة. عارفت? لا بدك تقدم مشروع للناس. ازا انت فعلا محترم الناس. بدك تقدم لهم مشروع. بدك تقول لهم انا هادا برنامج واحد اتنان تلاتة اربع بدك توحد اصلا قويك. ما ما يعني اخر شي صرنا سارت المجموعات تتخنق مع بعضها. هلأ بفهم هدا شي طبيعي. انو لانو الشارع عم بيولد مجموعات. مش حيولدهم دغري انو كلهم متفقين. طبعا. بس انو ما في بيكون ساعتها الشارع جاهز ويخد انتخابات بوجه قوى السلطة. انت مع اسقاط او استقالة رئيس الجمهورية? لا طبعا. دي? نحنا نظننا منو رئاسة. يعني انو انا بفهم انو يكون انو مع اسقاط الرئيس او مع انو استقالته. ازا كان نظامنا رئاسة. بتطلع بتقول له يا رئيس انو انت هيك هيك. انو ما عامل شي. اي. فآآ صوتي مش طالعة منيح. بلع بس انو بدي اسمعه بالوضوحة اكتر. تفضل. اه بس نحنا مش من نظام رئاسي. اللي مفكر انو التغيير بيصير انو ازا استقال رئيس الجمهورية او اسقط رئيس جمهورية. بكون كمان ساداش بالسياسة. واحد. اتنين. بكون هو ما بده شي من هالثورة الا اسقاط مشالهم. بالوقت يا لن احنا بدنا اسقاط الصيغة كلها خير. في اشخاص ما بده شي من الثورة الا اسقاط العهد. اي طبع. هل هو طريع تبشي المحرقة العهد برأيك? اه مقول. تبع انا بقول انو مش قصة كبش محرقة. هو تلعي بالواجهة. بس هو لا شك بيتحمل جزء من المسئولية. انا عم بس اريك هول الاسي لا تحديدا لأريك بس تشوف انو جوزيفين اللي عم تضطهد من الطيار. اه. ليش عم تضطهد من الطيار? لا لا بس هو لا شك بيتحمل جزء كبير من المسئولية. انا ما انا ما عم بري من المسئولية. مين بيتحمل? الجنرال الرئيس الجمهورية مشارعون ولا جوبران بسير. كل شخص مسئول يتحمل جزء من المسئولية بحسب قدر مسئوليته وبحسب قدر صلاحية. مم. يعني مش اه ما نصر يعني مش مش اه. كنت تحب الطيار اه جوزيفين? انا كنت تحب الطيار انا بالالفين وخمسة اه اه اول لجنة مركزية لجنة العليم التالوات الحال كنت انا فيها. مم. اليوم? اه اليوم انا لا ما نحزبية. مم. ليش? لانه هي الرئيس الطيار? لها ابدا لانه انا صحفية. لانه انا 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 كنت اه لما فتت باللجنة العليم المركزية بالالفين وخمسة كان وقتها رئيسة توني ناصر الله. اه ما كنت انا بعد فتت بعالم الصحافي كنت بعدني متخرجة من الجامعة. فلما فتت على الجديد اه اه تركت يعني لانه اعتبرت انه هاده مسيرة المهنة لازم تكون مختلفة عن المسيرة الحزبية. انا ماني ناشطة حزبية. انا يبدو كن ناشطة حزبية. يبدو كن صحفية. الاتنين سوا ما ما بحس يعني انه لازم يسيرو. يوم كيف بتشوفي رئيس الطيار? كيف يعني كيف بشوفو? مش كيف بتشوفي يعني كرئيس طيار? اه كمان مش كتير السؤال واضح بس انه هو رئيس طيار اه عمل انتخابات واخد اه يعني. لا لا مش هك انه هل انسان اه. بدك تضح سؤال عن جد ما فهمت سؤال. انه انت فهمت عليها. لا ولا ما فهمت علي. اشعر من اي ناحية يعني اصدك ما فهمت. من ناحية كيف بيتعطى السياسة? كيف عم يتعطى بالملفات? كيف بيتعطى بالوزارات? يعني بهالأسس. اه رئيس الطيار انه هو جبران بسيد يعني اه هو فات ازا بدك عالمشهد السياسي اللبناني بقوة. اه. لا شك. لا شك انه اه عارف يفوت باب كتير عارض على مساحة السياسية. لا شك انه ارتكب اخطاء. اه لا شك انه ببعض الاحيان كتير ازا بدك جاوب على كتير اه 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 اسئلة وتساؤلات واشكاليات ورواسب للمسيحيين ازا بدك. طالما عم نحكي عن الصيغة اللبنانية فلازم مش كتاب طائف يا ده كتاب واقعي يعني بالبلاد. وانا بالاخر بقول انه كل حدا بس يعمل مراجعة على انه كيف كان اداءه السياسي بالسانوات الماضية. اكان هو ولا اكان غيره. فطبعا هو اه ما في حدا بفوت على الحياة السياسية ما بيغلط يعني مش انه عرفت? اه. ما في حدا ما في حدا. اه جبران بسيد يعني انا هلا ازافت على الحياة السياسية اكيد بس برتك بشي ميد غلطة طبيعي يعني هدا مش. اه الوزير جبران بسيل عنده اصدقاء اعلميين بيشوفهم بيلتقي هوية هون انت حوار تي كمان بحلقة انت وجاد و او رواد وهيك. اه انت من اصدقاؤه ولا مانك من اصدقاؤه? اه ما في علاقة دائمة معه. اه. لا ما في. اه بس ما في عداوة يعني ما في. يعني بس بديك انقطاع. ما في انقطاع. اي طبعا. طبعا. ما في انقطاع. اي ما تصار اخر ذكاء? من ثلاثيام اربعتيام. اه. ليه? لانه. شو عم تقدمي استيقالتك عنده من الاو تي في. لا طبعا انا عم قدمت استيقالتك من استيز روي هاشن. بس ليش التقيت بالوزير جبران? لانه كان في جاد ابو جودة اه عمل لقاء لكل غرفة الاخبار معه لا الوزير بيسيل لا لا مناقشة. اه تعرف كان في حملات على الاو تي في. وكان في وضع سياسي. فكان في مناقشة. هيك يعني بكتير مواضيع. فكل غرفة الاخبار التقيت فيه مش بس انا. وانت. انا كميل التقيت. اي بس شو صار? حديث انت بياه. ولا ما حكيته انت بياه مصاند. لا الحديث العام يعني عن الو تي فيه. بس انا انت خلاص يوم اخر نهار. اي اليوم اخر نهار. بس ما بيمنع يعني مفهمت ازا اليوم اخر نهار بطل شو في العالم يعني. اه. ليش انا هلأ ازا بروح شو هالمشكلة? اه مش اه. بحكاكة شي قليك شي حكيته انت بياه. ولا 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 شي. طبعا حكينا بس انه شو قصدك بحكينا? بمواضيع السياسة العنوين السياسية وضع البلد وضع. فقط. الحملات ايه كيف لازم التعامل معا. انه هيك التوصيف كانت جلسة سلسة وعادية وعادية. انه لحظة بس بدي لك شغلي مش انه ازا انا والله رايحة بدي التقي بمفهم. لا لا انا ما عم بتسعليك انه ازا بتلتقي فيه صارنا بغير بعد ما حكينا عن الجديد عفاو او عن الاستيارة وبعد ما حكينا بيقول حكيته انت اول شي وقتلك رح نحكي اه مفصلة. خلينا مازال هالقادة محمسة تحكي بالموضوع. خلينا ننتقل له هيدا الموضوع اه 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 رئيسة الاخبار مديرة اخبار الجديد مريم البسام اعلنت عن اه انضمامك للجديد معي بالبرنامج. صح. قبل ما قبل ما تطع الخبرية الى العنان وكان اول مرة بين العنان بالموضوع هو هون. اه كنتي عارفة? كان ساير اتصال. كان ساير اتصال ايه? كان كان بلش ازا بدك. هو صارك شي سريع بصراحة رالف. يعني اه فعلا ما حدا بصدق انه بجمعة خلصت كل القصة. يعني كان في اتصال قبل ما. كان في زيارة على الجديد. مين زيارة? انت? زرت الجديد من شي شهر شهر ونص هيك شي. لا. 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 لا? لا. اكيد? ايه? اوكي. مين اي لك هالخبرية? عرفت هيك. لا لا. اوكي. لا اه كان كان في زيارة? ما كان في زيارة لا. ما زرت يون او ما رحت مشربت قهوة ولا ولا شي. لا. زيارة مش يعني رح تقضيت ويكان. لا لا. سيارة هيك. اوكي. لا. كانت اه مريم كان في اتصال قبل ما تطلع مريم عندك المديرة. على المديرتك هلأ صارك. اه على البرنامج. كان ساير اتصال وكنت انا مرحبة. فطلعت هي قالت هادا شي. اه على عندك على البرنامج وكفت ازا بدك الكف الحديث معي ورحنا بعدين صار في زيارة ووحدة زيارة وحيدة يعني من بعد ما قالت هيك. واتفقنا عالتفاصيل ومش الحال. هلقد كتير كتير سلسة كانت. اوكي. كتير سلسة اكتر ما بتتخيل. ما بتحمل اه. شو كانت شروطك? شو كانت التفاصيل? ما عندي شروط عفكرة. انا لما رحت هلأ طبعا انا ببراسة انه ازا انا بالاو تي غي عنده حوار وهيك فانه بفضل انه ما ارجع يعني لورا على مستوى انه بفضل دال عنده حوار. يعني هادا كان الاساس بالنسبة للي. بس انا حتى ما احتجت اقول هادا الشي عندهم عفكرة. يعني انا عادت كانت كرم خياط وكانت مريم البسم. فكان كل شيء لقاء اه ودي. كان هميك بالانتقال قبل ما فوت معك بتفاصيل اللقاء كان هميك بالانتقال الى الجديد. اه الاجر تحسين الاجر ولا فقط انتقال من صورة الى قناة برتقالية الى قناة الجديد. لا كل شيء. كل شيء لا هي اول شيء خطوة مهنية جديدة. طبعا بطابعة الحال تعرف انه الو تي ليه رغم محبتنا كتير لقلا. واصلا انا وصفتها بانه هي عيلتي. فانه ما حدا يزايد علي بمحبة الو تي غي. هلا ازا بدك من احكي اكتر عنها. اه بس اه هي محطة عندها لون حزبي. اه يعني برنامجها اه سوري جمهورة محدود يعني ازا بدك ما عندها كتير اه. اما الثلاث محطات الكبار بالبلد فهنا معروفين شو هنا والجديد واحدة منهم. اه. فكانت لا شك هي نقلة مهنية بالنسبة لقريب. وخصوصي انه كان الاجتماع سليس كتير. وكان الشروط العمل انه كانت ممتازة. يعني كان كاوديانس وكاوديانس وكل شيء. كل شيء يعني عرفت. وفاهيك على هال اساس نقلته. ما? اه. اه. خلينا ارجع معك على استقالتك من الو تي ليل. اتبلغت انك رحت انتقريرها جديد بعد ما انه اتفقت انت وكارما ومريم البسام. اول شيء اه هنا بيروت. هو البرنامجي اللي رح تكونوا عم بتقدموه بشكل يومي بعد الضهر. صح. اه. الفرق انه يمكن اللي عم بيكونوا عم بيحاوروا معك يمكن انهم سنة عم بيحاوروا. اه فقط خلال الثورة. وانت قريك عشر سنين حداشر سنة. هيدا الشي مش كأنه شوي بتحس انه ما نقلوك على الصباح مع سمر مع نانسي مع هالاشخاص حطوك بإطار تاني. لا ولا ما نحس الشي بهذا الموضوع على فكرة. بدي عليك شيء انه. انا هلا عم خليك تحسي. ايه. صحة ولا صحة بحكي ولا لا. لا لا. انه مطرح معين انت ممكن عندك عم خبرة عشر سنوات. ما هي انا بالو تي في كلنا ما صرنا نحاور من ايام الثورة لا لا. بس انت بعديك بحوار اليوم بالصباح ايه مع مع ناس. بس برنامج بعض الضهر عنده عادي وكل واحد عنده حوار. ما سعيت تكوني بالبرنامج الصباحي تبع الجديد بالاول. ما فرقت معي. بس عيت ولا لا. ما سألت. ما فرقت معي. ما فرقت معي لانه كنا عم نحكي عن جد انا وكرمة. اه قلت لها انا يعني عم تقل لي انه برنامج بعض الضهر وايك. قلت لها اوكي هلا انا كنت تفكر انه قبل الضهر. ايه متى اول نهار اليك على القناة الجديدة? تلاتة. تلاتة اول اطلالة. نعم. سهو سريعة ما اخدت بريك. اليوم عنديك اخر اطلالة على الو تي في تلاتة اول اطلالة. صح. هو بالحقيقة لانه بلش البرنامج وانا كتير اه ممنونة وحابة يعني انه اه بلق يعني رح يبلشوا البرنامج وانا موجودة. يعني انا يعني بلش البرنامج بفريق عمل متكامل مش انه بلش البرنامج بعدين انا هيدا. فكان اه حتى هني كان عم يسعوا الجديد يعني انه اه انه انا بلش معهم البرنامج من اول وهذا شي كان لطيف جدا وحلو يعني من قبل المبادرة حلوة. الجديد معروفة انه كتير بتبدل برأيه خاصة بالبرامج يعني في كتير برامج وتطلع عندهم شهرين بترجع بتوقف بتطلع عندهم حلقة حلقة تانية بترجع بتوقف. هيدا البرنامج قدي برأيك بيستمر. يمكن هلأ فيه زروف تسمح له يكون موجود. يمكن بعدين لأ. اه معقول مسلا نشوفك مسلا لفترة بعدين نرجع نشوفك فقط ريبورتر. مبارف. مبارف بس ما بعتقد لانه. بيزاجك الموضوع تكون فقط مش محاورة كميل. مش ما انه لطيف. ما انه لطيف اه اكيد. ما انه لطيف لانه اللي بلش يعني ازا بدك اللي صار يعمل اكتر من مهمة بالعمل الصحفي الاعلامي تبعه ومش لطيف انه يرجع انه يفقد وحده. بس انا ما بعتقد انه هيك رح يصير لانه اول شي ظروف البلد يعني شي لك من اعتباراتي واعتبارات الادارة واعتبارات مين ما كان شي لك من هول كلهم. ظروف البلد ما بتسبح اليوم. نحنا جايين على فترة كل مؤسسات الاعلام رح تكتر من النشارات الاخبارية وحوارات السياسية. نحنا جايين على فترة مليانة احداث مليانة مليانة مشاكل مليانة ازمات وبالتالي انه اه نحنا بدنا نواكبهم مش هنقعد يعني مش هيحط بردمش فنة وانه مثلا فيها اني كتزيعي نشرة بتحبي. بتعريف مرة عملت كاستنج بالاوتي بي. ايه. اه. و وهلا انا كنت حابة بس انه ربط لسانة ولك لسانة انا وعن بحكي وحسيت انه قراءة جملة هيك اه فيها كتير مجهود وبديك تعمل كتير وانا اوقات بلك لسانة انا وعن بحكي. فما بعرف ما بعرف بخاف. يعني ما انه اه انه طيقرها واسلا ما قطع بكامله وبهاي دي البرفورمس وهاكي. حاسيت حالي بالحوار انه مرتاحة اكتر. طلقة اكتر. طلقة اكتر هي بعبر لانه انا بعند تبعيت كتير. اه. انه باستخدمها كمان او فهونيك بالنشرة الاخبار من بعد عشر سنين حوار اه عملت حاسيت انه فيه شي كتير جامد لازم يكون مسلا او انه اه ما ما كان ما كان تمنيحة بس ما بعرف بالايام اللي جاي ازا يمكن بتمرن اكتر مسلا بحسب ما بعرف ما بعرف. من الطبيعة انه وقت اه بديك تقدمي استيارتك من الو تي بي بداية انه يمكن بتبلغي مدير قسم الاخبار اللي هو جاد ابو جودة. اه كيف كان التبليغ وشو قال لك? مبسط ولا زعب? جاد كان من اول اتصال معه خبر لاخر اتصال عفكرة. يعني اه يعني اول يعني في مرة حكيتني اه كنا ما كانت انا بالشغل بعتت لي كان هو موجود وكان معرف بهذا الموضوع. انا ما بخبيه شي على حدا بصراحة. مم. يعني انا بتصرر. بس كيف هو انه. هو كيف? انا انا بعرف انه بمطرح معين هو كان زمير كون كان بالاول معكم باسم الاخبار بعدين صار درج تصار مدير. يعني اه كان في عشرة قديمة انتوية. لحظة جاد اول شي انا ما بسمي مدير لانو انا بس اقول هادا الشي بالنيوزروم انه انا جاد اه هو صديق قبل ما يكون اي قبل ما يكون حتى زمي بالاول ما هو ما كان صديق بالاول لا كان بعرفه بعدانا تحول مع الوقت اه انا بعرفه من الجامعة لبنانية كنا مع بعض لجاد. وبهيئة الطيار? اه لا انا ما كنت بهاء الطيار. بوقت اشتغلتي بالطيار. لا لا قبل قبل. قبل حتى الفين خمسة كنت بالجامعة لبنانية. كنت بكلية الاعلام وكلية العلوم السياسية. كان هو بكلية العلوم السياسية. فانا بعرفه من هونيك. اه. بلا يعني عرفت. فمعرفتي في لجهد كثير قديمة يعني. اه. ابعد من انه يكون اه مدير او. اوكي خبرتي انه عم بيحكونا باك. اه. شو? شجعك تنقلي شجعك اه تبقى. ما قال لي قال لي شو بدلك? شو بدلك? ما بقدر لكون شي هيك قال لي. بعرف انه زعل بس انه اه يعني ما فيه شو. قال لي شو بدلك? اليوم رح يكون معك بالحلقة من عشية بالمبدأ. مفترض. اه. الحلقة شو بتتضمن? الوداع? اه. هي الحلقة اخر حلقة. لقل لي. وهذا بالمناسبة لقول انه انا اه مش ممكن يكون في خلاف مع ادارة الو تي في ازا انا بعدني انه عندي حلقة اليوم. اه. ازا في خلاف بكون في خلاف ما رح قطلعها الشاشين. اه. فاليوم عندي اخر حلقة اه? اخترت انه يكون موضوع هو موضوع الاعلام اليوم. قداش بعان الاعلام اه. قداش مؤسسة الحزبية فعلا هي. مع مع سامي كلاب. صح. مع الاستاذ سامي كلاب. اوقات المؤسسة الحزبية بتكون بين شاوفان. شاوف انه تحافز على شوية موضوعية. اه. او انه تكون صوت للحزب اللي يعني. ام. اللي هي قريبة منه او هي صوته او كيف تتعامل مع الجمهور او كيف هي بتستقبل من كل الناس. وبتعرفوا الو تي في من زمانه جاي هي مساحة لكل الناس. وضيوفنا بيعرفوا هادا الشي وكل الناس بتعرف هادا الشي لغم كل كل الحملات اللي بتصير علي هي دايما كانت مصرة انه ما تتحول لمنبر واحد. اه. اه. اه شو كان السؤال? اه سيت السؤال عم بسألك عالحلقة تكريوه. ايه. فهيدي الحلقة اه بهذا الاطار. ام. فقط جاد ابو جودة رح يكون معك ولا فيك الاشخاص. بعد ما ما. بعد ما حضرت الحلقة. حضر في عندي الضيف. اه. استاذ سامي كلاب. وعندي جاد بس بعد ما خلصنا ازا بدك المشاركات يعني بعدني هلأ بدي يشوف شو بدنا نعمل. مين بدو يكون عم بيشارك. اه رح توضع الاو تي في بنفس الطريقة ليودع على احد الماضي رواد ظاهر. لا. لا طبعا لا. كيف شفت رواد حكي عن قمع حريات. اه عن ازا بدنا نقول منع ضيوف كمان يكونوا موجودين. هل انت عشت هيدلشي كمان هالصراع مع هون. لكن لأ انا هون بس يعني بدي اقول انه اللي صار مع رواد هو اه هو بيحكي عن حاله بس انه هو اخر جمعتين كترة الحملات كتير. اخر جمعتين تلاتة كترة الحملات كتير على الاوتيجي فصار في مثل انه تمني ومراعاة شوي لحتى نشوف شو بدنا نعمل. بس انا اه مني مع انه بسبب اسبوعين مسلا انه صار هيك وهذا الشيء انه اه صار يا مش انه ما صار صار في حملات صار في شوي اوقات من راعي لضيوف. بس خليني اقول انه بيقول الجمعتين. انا ما بدي انه هول الجمعتين اللي صار فيهم ضغط كتير على الاوتيجي انه يروحوا 11 سنة من الشغل حتى تكون الاوتيجي مفتوحة على الكل. يعني انا بالنسبة لقلي. يعني بتخالفين الرأي. ايه طبعا. بخالفه الرأي مش مش عمقول عنه عم بيكذب باخر جمعتين. ما عمقول عنه عم بيكذب. عمقول انا انه يلي صار من ضغوطات اخر جمعتين. ويلي نحنا اضطرينا نراعي فيهم بعض اللي تجوف. ما بيحرز لحتى نحنا ازا بدك نقضي على تلات عشر سنة او 11 سنة من الانفتاح يلي كان عنا ايه وحرية الحركة اللي كان عنا ايها بالاوتيجي. اما مسألة مراعاة لتجوف. خلينا انا شوي احكيك بهذا الموضوع. انه بس تروح على غير مؤسسة عالمية. بكل مؤسسة عالمية في مراعاة للتجوف. كل واحد بيحسب تقاطعاته مصالحه الى اخره. فهذا الشيء موجود عنا بلبنان يعني مش. لبل انا بقول انه الوتي في كارت كل هيدا السنين اللي ماضي. اا اكتر حدا اقل حدا سوري عنده مراعاة للتجوف. اصلا بفترة الثورة طلع عنكم كل الناس. مية بالمية. ما نحنا اصلا ازا بدك هاي دي الحملات اللي انشان. حتى انت جبت كتير اشخاص. يعني من بديع ابو شقرة عم نحكي عن ناس معروفين. يعني رواد جيبه شاو حداد. في كتير اشخاص. طلع. ما هي ما هي الحملة. ما هي الحملة اللي. عمل ضغط كتير كبير مؤخرا على. صح. الوتي في. اي. كان مفروض يراعوا الطيار ولا كان مفروض يضلون اا عم بيخلوكم نجيبوا لبدكن اياه. اا انا. هو رواد في نهار كان طالع رئيس الجمهورية بمقابلة بعد عنده. هل او في نهار يلي بعد انفجار المرفأ هو هولي اليومين يلي طلب منه تغيير ضيوف حسب ما انا بعرف. اه. شو? انا مش رحيحكي هلأ عن رواد. لا 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 ما عم بسألك. انا عم بسألك انه هل جمهور الطيار هو اللي عمل هيدا الضغط وبرأيك كانت المحطة. انت ما عم بتركزي معي على السؤال. عم تفاكرين عم بسألك عن رواد. هل المحطة كان مفروض تراعي الطيار ولا كي مفروض تترككن على حريتكن. انا بقول انه اه اه الواضع الدقيقي اللي عم نمرق فيه اه هو بيخلي محطة مثل محطة الوتي غي يلي هي معروفة بالمحطة البورتقالية واللي هي رئيس الجمهورية واتر واتر الحر. اه بدا اه فعلا انه تراعي الكل. يعني تراعي من جهة انه هي ما تتحول لمنبر واحد وبالتالي تكون حريصة دايما انه تستقبل من كل الناس وتكون طورة مستديرة يتلاقوا عليها كل الناس. انا سميتها همزة وصل. وبالناحية تاني كمان بدت تراعي جمهور الوتي في لانه هيدا الجمهور بيشوف فيها انه هي منبره وبشوف انه هي لازم اتعبر عنه. ففعلا كانت الوتي في بوقتها بتعرف بالثورة كانت عم تاكل قتل من الكل. من الثورة ومن الطيار. صح. يعني كان الطيار عم بيقول شو بدكن انتو لشو عم بتجيبوا جماعة الثورة وكانوا جماعة الثورة انه انتو جماعة الوتي في وانتو جماعة السلطة. انا عن جدة بهايدا المناسبة بدواجه تحية لك كتير من الزملاء اللي اكلوا واتلوا من اتنان. معرفة. فصعب. ما شفنيك كتير على الارض. لا. ما. ليه? انا نزلت مرة واحدة بس. ليه? ما بتنزلي على الارض. مش مزبوط. انا اللي بتنزلي على الارض. ولا انت طلبت تبعدي على الفترة. يعني ازا بدت. استبعدوك? مش استبعدوني. لا انو لو بد ازاك بيقولوا بد انضل. مش ما في هيك بس انا ما حبت انزل. يعني نزلت مرة واحدة. وما حبيت انزل رجع. ليش? لانو كتير. بدي سبب. كتير كانوا عم يعني عم بيعانوا. الجملاء. ايه يعني. انا اصلا لما نزلت كمان انو اجا واحد بديش حطنا وما في له. يعني بالاخر ما في كمان هنا لحظة. بدي بدي اقول شغلة كتير مهمة. بالنسبة لالي. متل ما فيه جماهير حزبية اقصائية. ومتل ما فيه جماهير حزبية عملت ازا بدك حملات هجوم. ما حدا يفكر انو بوقت الثورة انو كمان ما فيه عقلية اقصائية من كتير من المجموعات اللي نزلت بالثورة. انا انت بدك تعمل ثورة بالبلد. تعمل انو بد. ما فيك بتعمل ثورة لحالك تعيش لوحدك يعني بتشو بتسرقوا للبلد تطردنا منه مسلا تطرد الناس اللي مختلفين عنك. ما فيه حدا يطرد حدا من البلد. فكانت ازا بدك الاقصاء من الجهتان يعني مش من جهة واحدة. فاكر ما ليك انا ما حبيت تفوت بايلة. اكيد ما فينا اصلا نشمل ودايما وانعمم دايما في هيك وهيك بكل ميلة. اه بدي روح انا وايكي لفاصل بس بعد بعد الفاصل اه رح نرجع على حلقتنا ولكن بنمط اسرع. لانو في كتير نقاط انت عم تسأل شو بدي اقامل. اه بدي احكي عن اه الاستاذ روي هاشم كيف تلقى استيارتيك زملائك. بنا نحكي عن اه زوجك اه رياض بنا نحكي عن الجديد ما قبل احد عشر سنة واليوم كيف رح تكون اه و بنرجع على انتابع حوارنا. اوكي. بدي ارجع اقول اه صباح الخير لكل الاشخاص يلي كانوا عم يسمعونا بالجزء الاول ويلي انضموا لقلنا بهيدي الجزء. وبدي ارجع اقول صباح الخير لضيفتي الاعلامية جوزيفين ديب. جوزيفين اه قبل ما كفى دغري معك بين اه الحوار والريبورتر شو بتختاري? ازا خياروك. ازا خياروني. اه. بختار هلأ حوار. ليه? خلص. اه صار عندي اولاد صار عندي عائلة صرت مضطرة ان روح عند اولادي عالبيت و ازا بدك الحوار بكون مضبوط بالوقت اكتر من الريبورتر. الريبورتر ازا وقته مش لقلو بضل عالارض. بدي اجع انا وياك لموضوع الاستقالة ولا انا قلتك للجديد اللي هي يمكن اثارة الضجة الكبيرة مؤخرا. اه وخاصة بعد تغريدتك. اه كنا وصلنا لمرحلة انه قدمت استيقالتك من رئيس مجلس الادارة المهندس روي هاشم. اه كيف تقى استيقالتك? كان متوقع انه يومان ماجلس يفين بتغادر? هو كان سامع حكي قبل لانه انا رحت لعنده تلات لعنده تنينة واثارت انه ما انا قبل ما احكيه. اه كانت من الجمعة بلشت هيك زا انتشر شوي. فبس شافنا هو كان سامع على الخبرية. اول كلمة قليها جوزافينا نحن اللي خسرنا وانت اللي ربحته. قلت له شو بدي اقلك? قلني بيفهمك. وحكينا كتير يعني عن الو تي في واللي عم تتعرض له وقديش فعلا انه عم بتواجه عم تصمد صندة الو تي في. اه. وقال لي انا بيفهمك. وكان كتير. مين بتعتبري انه رح يكون البديل لقلك بالو تي في بطريقة حوارك او بطريقة ضيوفك بموضوعيتك بهالقصص. هن في شخصين يعني بالو تي في بعتقد هلأ اه هن رح يكونوا اكتر يعني اقراب لقلي مش انه لقلي يعني انه للشو عم معمل وهن بيقدروا انه وعندهم وهيك هن جوال بيونس وجوار عقل. جوال? ايه جوال على مستوى الحوار هي تستقبل من كل من كل القوى السياسية. بس نوعا ما مش بتحسيها انه بيرزة قدام الجمهور انه هي طيار. بلا طبعا. هيدا شي بأسر عليها? طبعا. ايه بس انا عم بحكي عمستوى الحوار هلأ. عمستوى الحوار هي بتجي بتجوف اه يعني مش اه منوعين خلينا نقول وجوار عقل بيجيب كمان اتجوف منوعين. واساسا كل الزملاء بيجيبوا اتجوف منوعين. يعني بس. قالك شي تاني روي هاشن? حكينا كتير. عبنا ساعة ونصف شربنا قهوة وحكينا يعني حكينا بكتير اشياء خرح. انا طوالت عنده. ايه نحنا اول شي هو بتعمل معنا كصديق يعني مش كبس رئيس مجلس دارك. شو قال لك غير شي شي هيك اه نفر عندك يعني حفظتي. متل ما قلتي لانه صارة كبيرة لقلنا وربح لقليك. عنده بعدها له هلأ صامدة على اجرية ان شاء الله بتضع الصامدة لانه كل حملات ازا بدك اللي عم بتتوجه الاسهم اللي عليها ممكن انه اه هي بتضعفة مبدوية. هيك. بس. انو هيدا اخر شي بارز يعني. احكيته باستقالة زملائك الاخرين او. رواد يعني. اه. مش كتير بس انه اه يعني كان لانه زي ما. شو كان شو كان رأيه بالمقدمة طبع رواد. ما قال لي. ما قال لي بس قال لي انه نحنا اخر جمعتين انه هيك اه اول شي هو دايما روي هشم اه بده انه الو تيفي تضل مفتوحة للكل. وما بده ابدا انه بس نوع معين. في رواد وفي لارا الهاشم يعني. لارا هشم راحت على صح لارا هشم راحت على الاي بي سي بس خليني هيدا الفكرة. انه ولا مرة كان بده انه تتحول انه بس لمنبر لفريق سياسي واحد. لا بل بالعكس انه بده. لانه اصلا هدا بأثر على كمان يعني. اذا الواحد بيجي يطلع يلاقي كل يوم كل يوم في رالف عم بيكون على الاو تيفي. اخي شي ببطل يحضر الاو تيفي. لما يلاقي رالف وجوزفين وجاد وجوال وجورج. لما يلاقي جميع الالوان وجميع الارا. اه اللي لافتني كمان انه جوال بيونس بما انك سميتها كمان اه اه اذا بدي اقول يعني انتو بالارا نوعا ما كأنه شوي ضد بعض. شوي? كتير. كتير. فاللي كتبته هي على فيسبوك كان هيك اه كمان اصار الدجة. يعني بعض. الناس بفكروا ان احنا مخارعين لانو احنا كتير مختلفين او مش مختلفين بالاحرى. اه ازا بدك توجهنا بسبعت عشرين كي مختلفين. يعني متل ما بيقولوا ان انا راحت كتير مع مطالب الناس هي اه كان الى اه ازا بدك تغطيتها على الارض كانت بالجهل مقاكر مانا هيكين كان نتفاجأه. بس هدا ما. بس اه جوال. اه اولي لالو. هاي جوال. هاي جوال. هاي جوال. اه بدي حطها يدي على اه ازا بدي كتاب تسمعي افضل. لا اسمع يلا. لحظة لان اسمعيك. جوال. صباح الخير. هاي جوال. ماشي الحال. لكل المستمعين. ماشي الحال ماشي هلأ اوعيتني بك. ماشي زفين بقى. انا. صرنا صرنا نص نهار جوال مفهمت. انا صرنا معينة جوال اللي بيقرأ يعني اللي عبرتي عنه على الفيسبوك اه بيقول انه باس فرند انت و جوزيفين وكل يوم كنتو تتغدوا وتتعاشوا سوا وتظهروا سوا. اه رغم اراءكن اه كتير اه مختلفة اه بشو بتشبهك جوزيفين بداية. اه راس هلأ اكيد اكيد انه انا و جوزيفين اه وهيدا ما نخف على حدا من يمكن من اكتر الاشخاص صحبي بمحطة الوتيفية. رغم انه اه اختلاف بوشات النظر يمكن السياسية. انت بتعرف جوزيفين مكتبة حدي يعني حدي. ونحن اتقصدنا هوا المكاتب يعني وجوزيفين تعرف. اه. اول ما نقلنا على التالت. اه ف يعني عندي انا وياها. واصلا كنتو حد بعض بال يعني انت بس تعيعرفوا العالم شو صار يعني يمكن ما بيعرفوه انه انتو كنتو بالماينس تو نقلتو للطابق التالت من فترة. اه كقسم اصبع. انا نقاينا المكاتب يعني هالقد وقبل ما الكل يحجز ما كاتبه. نحن قعدنا حق بعض. لانه اه صح في اختلاف اه سياسة يمكن انا وياها. ومثل ما هي قالت كنت عم بسمع انه بالثورة وبالانتصادة. يمكن انا رحت بخط اخر وهي اه كانت نتاعمة كمان لخط مطالب الشعب. اه. لسيضة في ما بيمنع انه رغم من هيدا الاختلاف هي من اعز اصحابي بالاوتيني يعني انا اه عم اولى على نانو انا بستخر بصداقتي مع جوزيفين. انا بقول بكل سراحة انه هي اه قد ما كرهتها او قد ما انت حبيتها ما فيك تنكر انه هالمخلوقة بتحاور بموضوعية. يعني انا ماني حدا عم يحكيك انا بعرفها لجوزيفين وبعرف كيف بتحاور وبشوفها يعني وبسمعها وبحضرها كتير بموضوعية عالية وبفتكر بفتكر اتعرضت لظلم جوزيفين من قبل اه جمهور نصف جمهور التيار خليني اقول تكون كتير دقيقة بعباراتي. وبعتبر اخسارة انا جوزيفين للو تي في. وبقلنا انه هي رح تلمع وين ما كانت اه لانه عندها بصم. معقول معقول يوما ما نشوفك عم تنتقلي من الو تي في او صعبة. هيدي ما بعرف رالس هيدي اه ما بعرف يعني صراحة ما بعرف جاوبك على هيدا السؤال. ما في شي ابدا هلأ بالوقت الراهل. بس اه انا بفكر يعني هلأ بيها المرحلة بالزيت انه اه ازا درت برا كرمالي انه الوضع هون يعني عن جد صعب. وصفت وصفت جوزيفين بانه موضوعية. بتعتبر حالك موضوعية جوال? او انا حلقة مع جوزيفين. انا شو ذات. لا سؤال سؤال ما لا انه انت انت قلت هيك عن جوزيفين. بتعتبر حالك موضوعية? هيدي بتركها لحلقة معك انت رال. انا هلأ ما رح احكي عن حالي رح احكي عن جوزيفين. بدي هيدا القرار وبهيد المرة وكل اللي بيعرفوا انه نحنا كلنا. اليوم رح تشوفيها بالشغر ولا رح تحضريها? لا ما اني بالشغر بس اكيد هاحضر اخر حلقة. لانه عن جد هيك لافتي هيدا الحلقة رح تكون وعرفت انه الاعلامة سامي كلاب اللي كتير بحبه رح تكون ضيفة وكمان مدير الاخبار اه جاد ابو جودة اكيد رح احضرها. بس يمكن ما رح شوفها بقى بالو تي بي بس انا بأكد لك انه نحنا رح نضل كتير اصحاب. انا اتوقعوا دايما لكم انا جاي اعمل صبحية معكم. هاي اولا. تانيا انا قلت رالف انه العيلة ما بتتغير مع الزمن. يعني حتى لو رحت و جيت العيلة هي عيلة. اه جوال. اه جوال هي اه جزء من هيدا العيلة. اه انا ويها اه كتير اختلفنا بايام السورة وبعدين اصلا نحكينا مع بعض يعني مش انه اختلفنا بترنا نحكي مع بعض. اختلفتوا بالاراء. اه اه. اه لحتى مع يعني اول وشي تاني. فكان فيه دايما ان احنا فيه مصارحة بيناتنا. انه انت مسلا انه انا بالنسبة لقلي جوال اه بلا انت عملت هون غلط. هون عملت غلط. هون عملت غلط. هون انت مش انت. معنا انا بعرفك. نعم. يعني هي انا كمان فيه ظلم هي الحقته بنفسها انا بقول. يعني هلأ بعدين هي بتحكي عن حالة. انا ما بدي. بس انا هالقد صريحة انا و جوال هيدا اللي بدي اقلك يعني. يعني ورغم انه الناس بتقول انه اوقات بشوفوا على على سوشال ميديا وهيد بقولهم انه اه جوال و جزائفين هني قضاد. اه بس هولي القضاد اه هني يعني بيقعدوا بوش بعض وبيحكوا كل شي مع بعض يعني عرفت اه فجوال بتاعك كتير منيحشوا رأيه. وانا بتاعك كتير منيحشوا رأيه. طيب تنصح يا لجوال اليوم بعد مغدرتك على الهواء. اكيد يمكن هبتحكوا كتير مع بعض. اه. هي عالت ليا هون شخصية. لا انا بعرف. وشي غابيتك ووشي كاسيتك وانه بتعمليه بالأو تي في. انا طبعا في شي انه ما رح اقوله في شي خاص. بس انا بعرف. مش حالك ملح اه رح انصحها على هو يعني انا وياها بنصحها بعد تحت الهواء. بس بدي شي هلا. رح لك شو هو انا اه عندي انا يعني انه ازا جوال اه هي انه انا بعرفها من جوة بعرف خامسة. وبعرف تين نطا. اه جوال اه انه الفرصة قدامها بالأو تي في. وانا بعطيتنا انه الفرصة قدامها بعاد لحتى الناس يلي اه اه. زلموها. ما بدي اقول انه الناس زلموها. ما هي كمان شاركت بظلم نفسها. اه. بس بش برأيك الناس كانت شوي اوبر على ايه لا. لا لا. طبعا طب لحسا لحسا. اكيد. لا لا اكيد. لا اكيد انا مش عم بحكي عن هذا الموضوع. عم بحكي انه انا جوال عنده وعنده الامكانية. وعنده المنبر. رح يكون بالايام اللي جاية لحتى الناس يلي شافوا وجه معين مننا بالايام السابقة يشوفوا وجه تاني. وانا على يقين من هذا الموضوع. وانا حدا. جوال بتحبي تقولي لا اي شي اخير لجوزيفين? اه ليك بدي لك شغلة انه اه جوزيفين اللي حكيته مش بس معك من وقت ما اخدت ارارة بعض الاطلالات الاعلامية انا بقييدها في مية بالمية. اه. خاصة انه عن جد اه انا مع وجهة النظر اللي بتسميه لانه الاو تي في يفترض تكون للكل. ودليل انه احنا عن جد عم نستضيف الكل ومش لازم تكون صوت واحد وهي دا كاميرا اس مجلس الادارة دائما يريدها هيك يعني. وانا دائما ميالة لهي دا شلام ولا مؤسسة بتنجح الا ما بتستضيف الكل و بتسمع اراء الكل و جزيفين تعريف انه لما نستضيف الطرف الاخر بتكون عالية فمشان هيك انا بس بدي الا انه اه الله يوفقه مطرح ما هي انا اكيدة اكيدة انه انه هتنجح مطرح ما رح تكون جزيفين بالجديد او باي محطة تانية وما رح خليه ابدا انه تلت بطل شوفني ولا تبطل تحميني لانه كلنا نحن نرجع نتلاقه وآه الله يوافقك لانك تستيها لجزيفين. حبيبته انت كمان. شكرا لأريك. ايه وانا كمان. شكرا لأريك. لحزة هلأ لك. ما تضيعين الوقت انت اه طلعت عم تعمل شغلي بس جوال من اول بارت قلت لها قلت لها كتير عم تمشي بالمواضيع اني عاد بطيقة تضيع لك الوقت ما تحرجني. اه ما تضيعين الوقت شكرا لأريك جوال وما بقى تقولي لي شي قولي لي تحت الهواء. اه بدأ ان تقلع انا لخير. شكرا لأريك جوال. باي. باي. اه جوزيفين كمان في عند زميل لأريك جوز عقل رح يكون معنا خلال دقايق ولكن قبل ما يكون عم بغضوا بالاتصاد هل في اشخاص ما كانوا يقبلوا يطلع عالو تي في الا مع جوزيفين. ايه. ليش. هن اللي ضد الطيار ولا اللي ما عالطيار? ليضد. ليضد لي. يحسوا بامان انه انت قادرة اه ترايحيون غيلك رح يحجمون. بالعكس بالعكس انا اقوى الحلقة كانت مسلا مع علي حمادي. مم. اللي هو وكان نعرف اه نعرف كيف انه اه ده حلقة يعني. ماش انه شيء. لا ما بيكون ابدا شعر بامان بيقدر ما بيكون فيه تواصل دائم از بدك لانه بيعرفوا انه انا اه اه مني ازا بدك ما بيخد مواقف حد كتير بالسياسة باتجاه معين اه فيه علاقة شخصية شخصية بالمعنى هي نبانت على المهنة يعني. وتراكمات اللي عملتها خلال مسيرة المهنية رالف هي اللي خلتنا يعني اه اوصل هون على الفضل. اليوم انت وكبت زمن جون عزيز وزمن جاد ابو جودة باي فترة الاخبار كانت افضل. ما فينا نقارن للحقيقة في ظلم كبير عن جد. ليه? لانه اه. باختصار. باختصار. بزمن جون عزيز كان الوضع السياسة شي. بزمن جاد ابو جودة الوضع السياسة شي تاني. فظلم كبير 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 كبير. بطريقة التعاطي. انه نقارن بين الفترتين مع العلم انه منعرف انه هيدا الموسوعة اللي هو اصلا عمره يعني. كنت كتير قريبة منه كترف. كنا اصدقاء يعني كنا اصدقاء. وعمره هيك. وجاد هو اكتر رفيق لنا. اكتر يعني. هل اصدقاء جون عزيز كلهم غير ظهروا اليوم الاو تي بي? ما بعرف انا مع مين هو لا. في كتير اقرب منه بعضهم بالله. يعني كلنا كان كل الفريق يعني انه لا. بس في اشخاص اكتر من اشخاص. مين بتل مين? مسلا لايال اختيار. اه ما بعرف. ايه لايال اصلا ما كانت كتير بالو تي في. دي ما صادق. من زمان. بس انه هول اشخاص يلي كانوا بفترة معينة موجودين وكانوا اصدقاء معو فعم بغادروا وغدرت انت هلأ كمان. بس ما في علاقة قبل اتنين. يعني جو اه ريت تنصور مسلا اه انه كان على علاقة جيدة بي شو اسمه جع عزيز. اه جاد ابو جود. يعني كلنا كنا على علاقة. اكي جع عزيز كان ينزل لا على عنا. اوقات نتغدسوا ونقعد انه يعني ما شو شخص هاي بهاي. مم. مدخل. كنا عن جاد. كنا كنا اش عمقول ازا ها دخل او مدخل بس انه عمقول انه هاليوم بمطرح معين. مين اشخاص يمكن انتو كمان اخدتو كتير منه. مين مين? من من جان من سقافته من طريقة تفكيره انه هو بنهاية. مين نحنا? ليه هلأ انتو موجودين يعني هو اللي قدرتو ايه? نيوز روم كانت انه ايه? يعني هو شغلته. شو مين نحنا يعني? انه شغلته شغلته هو يعني. مية بالمية. ايه. فهيدا انا عمقول انه هل رح تفقد هيدا هلأشخاص يعني عندهم سقافة او طريقة تفكيره او طريقة مطبخه. لحزة يعني انه انت عم تقول انه جان عزيز بورت السقاف يعني بيعطينا ايه. بس اكيد اكيد يعني اليوم الشخص بيتأثر بجو معين كمان. انه اليوم الاستاذ جورج غانم. ادي في اشخاص تأثرت فيه بالالبسي وبمطبخه. اه بكمطبخ اخباري عم بحكي. اه يعني كل مؤسسة مريم البسام بعتقد كل الجديد مؤسسة فيها. كل الجديد من هيدا اللي عم قوله انه كلنا كل الفريق الاخبار انه ايه انه كان جون عزيز ينزل يعملنا اجتماعات وهيك يعني. بس انه مش انه يعني اللي اصحاب مع جون فلو اللي مش اصحاب بعضهم. مش منو دقيق هدا التوصيف. منو دقيق. نا. اوكي. اه. مسلا انا انا متل ما يعني انا اصحاب مع جوني منير كتير كمان يعني شو 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 خاص. انا مع جاد جاد خيي يعني. شو الاسرار اللي عندي كيها مع جوال. لما سألت هلأ مسدقت. ما قد يصلك لا انا هو جوال هيك مكل هول اللي بيكتكوا مع بعض يعني بيسرسروا بس. اه الاسرار هن الاصص اللي منحكيهم بين بعض حول اه اه كتير ما الادق مهني اه كزا. يعني احنا عنا موني على بعض يعني لحدا نطلب قصص من بعد بعيد علي اوقات هي بترد علي اوقات هول الاخبار. فقط هيك ما في اغير اصحاب. شو اسائل لي. ما في. اياهم. مم. بدي ارجع اطلب اه منكم تجربوا تطصوا فيه لجورج انا ببعدت له. هلأ على الواتساب. جورج عائل. مم. 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 ما بعرف ازا عم تطلبوا يمكن اه رائم غلط. مم. على كل حال اه كيف علقتك بزملائك اللي غادروا قبلك. مثل مين. مسا عندي ما صادق نعرف انك اصدقاء انت وياها. صح. ايه مضبوط انا وديما اه انا اصحابي. ايه ليش رفقة شو اللي بيشمعكم كاصدقاء الفكر اه المواقف اه ولا فقط زملاء مهنة. لا احنا كتير من اختلف بقصص. بصراحة. يعني كتير لما نقعد مع بعض نتناقش. مم. مم. اه بس انه راح اعطي راحاتي الرقم على الهواء. لا لا بدك تعطي رقم. اه معنا معنا اول اول معنا عارفت شو الغلط. اه سبعة تمانية تسعة سفر. مش تسعة سبتة. اوكي. خلص بس ما عطيتك الرقم. احسا يصير فيه متل جوالب ويونس. اعود لديما صادق. ديما صادق اليوم اه برأيك اه كيف بتشوفها مواقفها. كيف بتشوفها كل تصرفيتها مؤخرا. كالشخص هيك بيتابع وبيشوف. اه ديما ناشطة. يعني هي ناشطة اه وناشطة سياسية بطلت مش بس صحفية. هي الصحفية اعلامية والناشطة. عندما وقفة السياسة الواضحة اللي بتعبر عنه. اه انا بختلف معها بكتير من المواقف اللي بتعبر عنها. وباتفق معها ببعض المواقف. وام ونحنا اصدقاء على المستوى الشخصي. وام شو بدك بعد. وبنتلاقها وبنتقدسها وهيك يعني. شو قالت لك وعد عرفت انك استقلت. اه بالتوفيق. مبروك. فقط. اه. صار في اتصال. طبعا. بس عطتلك يعني. اي. بس عطتك لأ انت راكتر او تي بي ولا بس عطتك لعنوان. خلينا ما يعني ما نكذب على بعض وانا تخبى وراء اصبعنا. النقلة من على الجديد هي نقلة مهنية معينة. اوكي. اه. سبق وحكينا وهذا باعتراف في الكل. بس ما انت نقلت الجديد على. ايه كمان من حد عشر سنة. كانت نقلة مهنية. طبعا. كل نقلة هي نقلة مهنية. اه. هلأ هاي دي النقلة هي يعني اه نقلة مهنية بفترة معينة من مسيرتي من عمري الى اخرها. فانو اه شو بدك يعني. بدي روح لزميلك جورج عائل لانه هو كمان احد الاشخاص يعني انت كتير رفق معه من نيوزرو. اه صباح الخير جورج. صباح الخير رارب. صباح الخير لجوزيفين. هاي جورج. اللي هاخر مرة اليوم بقول لصباح الخير على الهواء. من هلأ قرية هنسي نحكي واسف ونشوف بعض اكثر ان شاء الله. اه. سيب امرأ بعمل معكم صبحية. متل ما قلت له لجوال نشوية. جورج اه يعني وقت سألتها لجوزيفين من الاشخاص اللي بتحسيه معقول يكونوا مثلك بالاو تي بي سمتك وسمت اه جوال. اه اليوم كيف بتشوف رحيل جوزيفين من الو تي بي. وهل هي اخسارة للو تي بي. اه رحيل جوزيفين اليوم الو تي بي اكيد اكبر اخسارة للو تي بي. نحنا بدي اقول شغلة رالف. اذا نحنا الو تي بي تليفزون حزبة متل ما بيعتبرنا البعض. رغم انه التيار لا يمول هذا تليفزون. بس بكل تليفزون عنده توجه سياسي معين. لازم يكون فيه شخص متل جوزيفين. شخص عنده امكانية جامعة متل جوزيفين. اذا بدك حتى مستفز للبعض متل جوزيفين تا يقدر يكمل. جوزيفين تريد مارك تركت علامة كتير كبيرة وعلامة فرقة بالو تي في. نحنا بالو تي في ما بدنا نصير على شبيهين للمحطات الحزبية البيورية اللي اليوم عنا اياها موجودة بلبنان. يعني صورتنا هي صورة فقط الحزب. لا بدنا نضلنا على هذا التنوع. وجوزيفين هي اللي فرضي ته التنوع اولا. وقالت شغلة مرة جوزيفين انه الادارة سقفة عالي. ادي عالي سقف الادارة ان احنا كنا بعدنا تحت سقف هذي الادارة ورح نبقى تحت سقف الادارة وهي ده السقف العالي للادارة هو يلي اه اه عطينا التنوع الكامل يلي عم نعيشه اليوم بالو تي في ويلي بدنا نضلنا نعيشه بالو تي في. ام. شح مظبوط. اليوم اه. مظبوط انا هادا قلت مرة معه جورج اه لازم الكل يعرف انه ما حدا يفكر انه جوزيفين كانت بالو تي في انه هي فاتحة على حسابها. جوزيفين تحت سقف الادارة كانت. وهو سقف الادارة هو السقف العالي. هلأ بيبقى للصحافة هو اللي بنقى مينس شو هو سقفه? وانا نقات السقف يلي سمحت لي في الادارة. مم. بالبساطة. وغيري كمان وجورج هيك بيعمل جوال هيك بتعمل بالحوارات. مم. فغيرنا صار. جورج معقول تنتقل من برأيك انت بهالفترة متر معامل جوزيفين ولا اه ولا في اشخاص يمكن في صعوبة انه ينتقلوا من محطة الو تي في. اه رالف ما فش اقول في صعوبة الواحد ينتقل من محطة الو تي في اليوم نحن هلأ موجودين بالو تي في والحديث اليوم عن جوزيفين وعن عمل جوزيفين وعن مغادرة جوزيفين اللي رح نشتقلك بي. وانا صعيد شخصي رح اشتق كلنها راحة جوزيفين يعني مثل اليوم تولي اللي طلع عمل تابولي او حذر بيرجر لرياض. مم. فهولي هلأ رح اشتقلون كتير. مم. وحتى رح اشتق له واشواشات. شو شو الواشواشات اه اه انا سألت عن عن صرصراتها مع جوار واسرارها تحت الهواء. خبرني شوية هيك عن شي واشواشة. لا لا هي واشواشات بتتناول اكيد كان اه الوضع. شكرا بتتناول الاسماء مش بتتناول الوضع. لا 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 بدايلك شغل انا وجوزيفين كنا نتشتر كتير من اراء السياسية يلي اه بتحولها بصراحة يلي تشبه بعض. مم. برأيك جورج. اذا كان في الاختلاف بين جوزيفين وجوائل البينة ومن جوزيفين بالسياسة. ما كان فيه. اليوم برأيك في ناس بقسم الأخبار فرحت لرحيل جوزيفين. بتمنى لا. انت شو بتعرف? انا عبر لك انا بتمنى لا يعني انا بتمنى انه يكون اليوم يعتبروا بقسم الأخبار انه رحيل جوزيفين هي اخسارة. اخسارة كبيرة لانه ما بتخيل جوزيفين كانت تفارضة نمط معين هنا ضد هذا النمط. مبارح مبارح في احد الاشخاص بالتغطية اللي صارت مع جورج عبود هنق انه الو تي في برحيل جوزيفين. اه برأيك هيدا شخص بمثل الطيار ورأي الطيار بتهنقته يعني ولا. لا 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 لحالك شغلي. في عنا في مجموعة بالطيار اه بترفض انه تسمع الرأي الاخر بترفض انه نكون نحنا على المثال المتنوعين بمقاربتنا همزة وصل متل مساحة اه جوزيفين. اذا المجموعة الاصغيرة هي اللي عم تودينها اليوم لشي اسمه تدمير الاو تي في. تدمير ومنهج للاو تي في. مش هيدا هو التيار. التيار هو حزب كان رائد دوما بالحوار بنقل الرأي الاخر اه بثقافة ما فيه يكون التيار على او شبيه لشخص متل يلي طلع عم بارح وحكي بهذا. بدي منك كلمة اخيرة لجوزيفين. جوزيفين بحبك كتير ووين ما راح تكوني راح نكون كلنا عم نتابعك وان شاء الله هيك اه الايام اللي جاية تحملك المزيد والمزيد من التقلق على اه اللي بيشبهك متل ما انت. شكرا لقالك جورج. بدي اتشكر هالمداخلة. لك بدي قالك شغلية يا رالف. انا اه حاسي بانسلاخ. اه. يعني بعد احد عشر سنة حاسي في جزء مني عم بتركه بالو تي في وعم فل. اه. هالقد صعب هالقد كان هادي هالقد كان تعايلتي. هالقد رفقتني بمحطة. وعن جد ما بعرف زي المشاهد اه سوري المستمع بيسيري يقلنا انه هو عم يسمع ازا بحس في شوية اه اه شو بقوله مبالغة بس هو فعلا ما في مبالغة. اه تركت الجديد من حد عشر سنة. اه. ورجعت اليوم للجديد. اه. تركت الجديد. اه كرمال الجنرال مش هنعون. صح? لا. لا. مش كرمال اه زيارة الى سوريا. اه بس مش كرمال العمد عون يعني. اه. مش انه هو شخص الخلاف. كان فيه شي سوقتا فيهم حصل بوقته. اه. وكننا صغر وكننا منفعل. خبيني شوية تفاصيل. لا. موحيتك ما في الزوم. لا. قطعت. لا قطعت. احقلك ليه? بوقته انا محكيت فيها. هلو بدي احكي فيها بعد حز عشر سنة. بس بس اليوم بدي اقليك شغلة. زيارة اه الرئيس اه الجنرال مش هنعون بوقته الى سوريا كان انت مفروض تروحي وراحة وقتها. مش مزبوط. لا لا. كان في دعوة لك وكان في دعوة لانانسي السبع مش هيك صار الخلاف. لا. معلوماتك واسل غلط. صار في. لا ما انا ما انا عمل لك. عمل لك. بس انت مع بتساعديني. لح هقلك شو. صار في سوء التفاهم على هدا الموضوع وانا بوقت اخدت موقف. بس انا بوقت ما حكيت عن الموضوع. يعني بوقته كان في ناس عم بتحاول تسألني وقللون انا خلص يعني في فمي ما. طب ازا مش كلمة الجنرال مش هلعون لينا قلته على الو تي في. لي ما انا قلته على اللي سي لما انا قلته على ما يمكن ما كانت فاتح على بس انه. خلينا رح ارجع لك. رح ارجع لك. حصل شي سوء تفاهم اداري. ما خصوا بالعماد يعني عرفت. سوء تفاهم اداري. ادى الى هيك سوء تفاهم وصارت الخبرية. هلأ انا ما بدي ارجع لها. ما تحاول عن جد ما بدي ارجع لها لانه خلاص 11 سنة نضجنا كبرنا يوش. وحلا بيجع لاشي. المنافسة ما الموجودة بالمهنة. يعني اليوم وقت الخجاع يتروحي ما رح يكون فيه يمكن. اه وخاصة انه يعني معروف انه بيكون فيه متكليكات. اه متل اشخاص رفقة مع اشخاص. بيصراح اه لحظة للمعلومات انه انا اصحاب مع الكلب الجديد. يعني ازا هلأ انت عم بتقول عن نانسي انه انا اصحاب معنا نانسي. ونانسي وفراسه راحوا على عرصنا. بعرف بعرف انه ارجعته رفقة. يعني هيدا الموضوع انا من نسبة الاية انتهى من زمان كتير. فما في ما في جدوى من العودة لقاله فعلا. وانا رايحة بنفسية ايجابية جدا. وايه اكيد. ما رح يكون فيه منافسة. طبعا انت منافسة. منافسة ايه. هيدا الشي طبيعي وهدا الشي صحي انه يكون في منافسة. بس انه هالمنافسة تكون سلبية وهول الالقلقات والكليكات وهيكي انا بصراحة بعيدة كتير عن هالموضوع والحياة علمتني كتير فانه هن اللي ازا بدك بيخلك تتقدم بالحياة. يعني الوحيد ليش ليصرف على قصص سيئة والسلبية. وهيكي انا من رايح اصرف على شي سلبية ابدا. انا اصحاب مع الكل وما عندي مشكلة مع حدا. وكل واحد بيحصد على قد ما بيزرع. وهيدا الحياة هيك يعني. واكيد في منافسة. هدا شي صحي يعني ازا الواحد ما في منافسة بحس انه ما في ازا بدك اه بس اكيد تكون منافسة حريفة يعني. اي 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 انه طبيعي. بس انه مش مش يعني اه اه ما ما بقى انا. مين الاقرب لقى لك بتليفزيون جديد? يعني انتي الجوال وجورج بالوتي في مين الاقرب لقى لك. لاروح بخبرك. ما كنت وبعد وبعد عندي كرز ومرائك. لحظة بس في كتير ناس جداد فاتوا على الجديد. انا ما كنت بعرفهم لان انا فلات. هن جادوا هن اجوا من بعد ما انا فلات. وانا فعلا ست اصحاب هن انا تعرفت عليهم بالضغطيات. اه. مثل رواند بخزام. مثل ليال سعد. رشال كرم حبيبتي رشال. رشال اه اجت من بعد ما انا فلات. يعني انا هول مسلا انه ما بعرفهم من الوقت ما كانوا بالجديد. ادم شمس الدين. انه في كتير اسماء كان انه اجت من بعد ما انا فلت. وانا هلأ اعز الاصحاب انا وياها اعز الاصحاب. بيدال يا احمد سمر اه ابو خليلي اللي كانوا قدام. سمر مش من زمان كنا عندها بي بس كنتا وعملت الناتور ورحنا تغضينا عندن وآآ داليا احمد آآ نحنا في اجتماعيات بيناتن هي وزوجها في راس ونانسي آآ رحوا على عرصنا. بالقطيدي مع مين هيك عندك اجتماعيات? آآ مع مين آآ يعني عندك ريتا ناصور ناطاليا عيسا اسبرانس غانم آآ يعني عندك آآ عندك آآ عندك نانسي صعب عندك كتير اسامة موجودة بالأو تي في مع مين عندك اجتماعيات? ما حدا? لا ام بلا جاد 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 فيت عبيتي كتير. جوال فيت عبيتي مايا فيت عبيتي. آآ مايا يلي مايا عواد لهي. نعم. آآ شو انا ما في حدا ما فيت عبيتي. ما في حدا بالأو تي في ما فيت عبيتي. عن جاد? ما في حدا. طبعا انه مش. في فرق بين شخص فيت عبيتي فيه هلا انا اجي عملك زيارة وفي كليوم نقود نحكي. آآ لا فيه طبعا فيه جروب هو جديد اقرب. آآ فيه جروب لا لا لحظة. فيه جروب كتير قريب منه بالأو تي في خليني يقول انه انا آآ فيه بيني وبين جروب الأو تي في آآ شي كتير عميء يعني. انا آآ اكتر مراحل حياتك كانت اثرت بحياتي اللي هي زواجة كانت بالأو تي في. آآ الحبلة كان انا وبالأو تي في. انا عم رأت مشاكل بحبلة وبولادتي وولادة كان عنده مشاكل بعدان. آآ هولي كانت الأو تي في عائلتي. انا وقتها احتجت دم آآ آآ لو ابني آآ وقفوا شغل بنيوزروم صارفت شولي على دم. لا هولي ما بتختصرون هيك كلمتان هلا على هو جنت عم بحكي. آآ طبعا فيه ناس اقرب من ناس ليش للواحد يحكي. بس انه بالمصاعب كان لكل يعني آآ هذا الشعور انساني. عم سألني مين اللي اقرب لقالي هن اللي عددت لك هيه هون يعني. مم. شو في شي بعد ما جاوبتك عليه. نا جاوبتين على جاوبتين على طريقتك. آآ مش احرجك اكتر. ما في احراج. ما في احراج. آآ والله. اوكي. آآ بديك احرجك اكتر يعني. ما انا ما حاسب الاحراج بسراح. بس ها متل ما بدك يعني. خلاص. اوكي. انو هنبع فيك بش هارف بصره. يلا. آآ خانيني اروح معك شوية لزوجك. آآ رياضة ابيسية اللي هو كان آآ بطر التلفزيونات آآ بالفترة الاخيرة. تلفزيونات. آآ آآ التلفزيونات. آآ لا التلفزيونات. لانو ازا ما كان آآ بس فقط برجديد كان عمين حكا عنه. عم عمين رد عليه. وبيكلها بكلها الفترة. اليوم آآ آآ كيف تشوف زوجك بمهنته? آآ صحاف استقصائي بيشتغل على طريقته على بعض الملفات. شو بتحطيله علامة? انا شو بدي اي من العالم يعني? لأ انا عم بحكي عن زوجك انو عم بحكي عن زوجك مش هتطلق اليوم ازا كتير عنده. لا آآ انو هو انا ما بيشتغل بيشغله يعني انا بعرف شغله كتير ودقيق وصعب وهيك. على الهوا كيف تشوفيه? يعني انت اليوم محاورة لك كذا سنة. انا باخترق اهو ما نوع فكرة محاورة. هو صحافة استقصائي. هو بقدم ازا بدك حقائق للناس مع مستندات ومدرشوه. فأنا شغلي ما بيشبه شغله. انا بعمل حوارات سياسية. انا هو فعلا نحنا بآسي على الهوا بتحسي. ايه طبعا. او يمكن او قد بمطارح منه لبق على. هو كاركتره آسي ايه على الهوا وهو عنده كاركتر خاص جدا على الهوا كتير قاسي. اه ايه. بتتشجره? اه اكيد متل كل متل كل نحنا ما بحكي ما بحكي كشجار زوجة زوجة عم بحكي كشجار سياسي شجار ايه منختلف بكتير اوقات على بعض الاصص ايه يعني انا بحكي بقلو مسلا ان هوني انا ما بوفقك وبقلي لا كذا بقلو لا هوني اسيت زيادة عن الزوم لا بقلي كذا. متل ايه اكيد اكيد نتناقش بهول المواضيع يعني. طلبت شي مرة منو انو يخفف شوي دوز عم بأسر يمكن بمطرح معين على صورتك يعني يمكن انت بتقولي انو الطيار هجموك انا ولا مرة انا ما قلت هيك في حدا نقل هادا شي بس منو كتير دقيق اه انا قلت وهدا اللي حقوله كتير دقيق ولا مرة بالأو تي في عملتني الادارة على اني زوجة رياض. انا ما عم بسعلك انت انت. انا. اه. اوكي. فانا ولا مرة شعرت باحراج من الو تي في بسبب هادا الموضوع. لانو اصلا هن بعملونا كشخصية مستألة وانا اه صحفية مستألة. اما الجمهور فهو حكما بيربط بيناتنا. اه. في عنده بنميلي هو اه يمكن ما بيحب طريطي بالحوار ما بيحب انه انا بيستضيف ناس ازا بدك مختلفين. اولا تانيا انه انا زوجة رياضية اللي هن بيعتبروا مستفز لالون. فكان التعامل كمول هيدا القصة عندهم. اه. وكانوا يعني اه يصير في حملات على هيدا الاساس. اوكي. هم. شو? ولكن هل بنظرك انت جمهور طيار حيسبك محيسب بسبب رياض? احيانا اه. اكيد. انه ما فصل. فقط بسبب رياض? لا قلت لك بسبب شغل تاني. يعني هن عندهم شغل تاني. هن بالبداية ما انا كانت يعني هيدا الحاملات كانت موجودة. طلبتي منو يخفف? هي هيدا الحاملات كانت موجودة قبل ما اجواز. انو مش انو بس بشكل اخف. وبعدين بحسب الظرف السياسي وحسب الاحتقان السياسي هي بتزيد اعرفت. يعني بتزيد وبتنقص بحسب. طلبتي خفف هالدوز شوية? احيانا. احيانا. انو كتير عم بتزيد. انو كنا نتناقش يعني مسلا في هذا الموضوع كتير عم بتزيد. اصلا مرة هو تلعى الهواء قاله. ازا تبعته مرة كان عنده اه مداخلي مع ماجد بويز اللي هو محامي الوزير باسيل. اه فكان عم بيقول بهايد الحلقة انو كان وقتا عيد زواجنا. هو قال انا عم بنقول عنه هلا مش عم بكشف شيء. فهو قال انو بوقتا انا وعدت اليوم مرته مزيدة كتير لانو يوم عيد زواجنا والاخرية. اه مش انو بتلب انو يعني ما ما بنسمح لبعض انو ندخل بشؤون بعض بس انو اي انو بتسير. ادي برأيك عمل رياض بيقدر يستمر. يعني هلأ في زروف سامح على لهيك نوع من العمل. ادي بيقدر يستمر نوع منه. برأيي انا الصحافة الاستقصائية عم بتشق طريقة من سنوات بالدول العربية وبلبنان ومستقبلة باهر. اه زكرتيلها قصة ابنك اه في وقت ولدته في احد اه اولاد تعرض اه لوضع صحي. اه وبتقولي انو مرشاربل هو اللي شايفه. بمطرح معين او مرشاربل انو بتقولي عمل عجيبة. مين اه وان هي شفتها? اه بقى معرف انو هيك قاية بسالونيت يعني بمطارح بمعرفقاتك. لا لا بتكون ده الموضوع. انا غدي اه اه العملية الكبيرة اللي كانت خطرة صارت باتنانة وعشرين ايلول. الفان واتمنتعش. اتنانة وعشرين. نهار مرشاربل. اه النهار اللي اه بيزوروا الناس في مرشاربل وبدو وشموع. بوقتها اه اه انا شعرت بالحب الكبير من كل الناس اللي ما بعرفهم حتى اللي صاروا يبعثوا للشموع من مرشاربل. وبوقتها اه انا من عائلة مؤمنة يعني انا اهل مؤمنين. اه. وانتي مؤمنة. انا ماني بعيدة عنهم. اه ماني ما بشبه ما بشبههم بالايمان بس انا يعني اه. 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 يعني بوقتها اه كتير اتأثرت. اه. بوقتها هيكي. اه. لنا يعني انو هايدي الصلوات يعني كانت معنا بهايد المناسبة. حادثة ابنك قربتك اكتر رجعت من الايمان? اه. انا ولا مرة كنت يعني ازا بدك شوف ما باركي بدي اشرح لك ياها. ولا مرة كنت بعيدة عن جو عيد. وعمر. انا من كل عمري بروح بعيد بالاعياد وبحب الاعياد كتير. اه. وبحب انزل يعني مني مني حدا اه انو يعني مني حدا بعيدة عن هذي الاجواء. بالعكس. واصلا انا ع السوشال ميديا ببين هذا الشي يعني. مش انو. اه. ما بوصفة هيك متل ما انت عم بوصفة. كمان بهذه النقطة ما تتفقى انت ورياض من ناحية العجائب والايمان وهالقصص. دعم بلا باتفق انا وهي. بشو? بدك تحدد السؤال. انه هو يعني حسب ما مرة كتب كمان عن مار شاربير او حسب. لا بوقتها. انه هو ما انه مؤمن. ما انه. ما انه مؤمن. ايه. ما انه مؤمن. لا انا انا بحترم. وما بي امن بالعجائب. ايه. ما بي امن بهالقصص. ويعني بيصير فيه اوقات هيك متل احاديث انه هو هو الاسس بيعتبر انه مش مزبوطين. ايه مش موجودين. مزبوط. يعني بها النقطة تختلفوا. بوقتها بوقتها ام لا انا احيانا يعني مش بسهل يعني الواحد بيصدق عجيبة. انا مش ام. وانا كمان هيك. بوقتها صار في. بس في فرق انه ما بيعترف فيه. انه في فرق بين انه مشكل شغلة بيصدقها. بوقتها صار في اه يعني حملة كبيرة علي وعلى رياض لانه عبرنا عن رأينا عن شي معين. وصارت التأويلات. وانا طلعت اصلا وضحت بوقته. وقت كورونا. وقت كورونا. ايه. وقت كورونا انه. وقت اخدوا الترب من. مية بالمية. بوقتها وما كان فيه بعيد. يعني وين هلأ القصة. مسلا. مين صارت القصة. بوقتها كنت عم قول انه المؤمنين اه عندهم طبعا هن حق الايمان. هلأ عم تجدينها عم تجدينها على على غير مطرح. انا عم بسعلك عن عن هيدا الشي اللي كمان انه يمكن فيه اه نقطة خلاف بينك وبينه. مانا محرزة. مانا محرزة? لا لا. ما منشعر فيها انه يا لطيف فيه انه. عاية مبادئ بتربى ولادك. اليوم ولادك صار عمره سنتان. الانسانية. فقط? الانسانية نعم. انا برأي اهم دين واهم ايمان واعزم ايمان. يعني بتحس ولادك بتعمل ملحدين. اه ما بي امنوا بالدين معين. الانسانية هي اعزم من كل شي. اه انا ولادي هني رح يعيشوا مع العيلتان. ورح يعيشوا مع تقاليد العيلتان. ونحنا من ربيهم على مبادئ الانسانية. لحتى هني بس يكبروا هني بكون عندهم حرية الخيار ازا بدون يكون مؤمنين او غير مؤمنين. عساسا المبادئ مبادئ الاديان شو? انه لا تسرق. لا تقتل. وهو اللي موجودين. هو مبادئ الانسانية. يعني مش انه يعني ازا الواحد ملحد مسلا بيقتل. ازا واحد ملحد بيسرق. هو مبادئ هني مبادئ مشتركة بين كل الناس الانسانية. نربيهم على الانسانية. وبعدين هن حرين يعملوا بدون. بدي روح معك بسرعة على العالم السياسي. اليوم شفنا فوع فوع من الاعلاميين والببليك في جرز. يلي عم بيقولوا انو حبيني ترشحوا على الانتخابات وعلى كل شي. وشفنا بولا يعوبيان اللي كانت االمية وصارت نائبة. اول شي كيف علقتك بنائبة بولا يعوبيان? جيدة. بتمسلك كصوت كتصرف كامرأة موجودة بالبرلمان كفكر. انا دايما مشجع اني سائلة هنا انو يعني يشتغلوا بالعمل السياسي. بغض النظر اذا وافقنا معا او ما وافقنا معا هي اه كانت نموزج ازا بدك عندها نشيطة بتقدم اقوانين بتشاغب بتعترض الى اخرية. اه فهي اه انو نموزج ازا بدك بروزاجان مرافزة فينا نجح بالعمل السياسي من هيدا الناحية يعني. اه. بغض النظر ازا وافقتها بالشي اللي عم بتقوله او ما وافقتها عم نحكي نحنا اه كنموزج. عارفت? انت. شو انا? بتوافقيا عم بسألتك اخر سؤال. اي انا يعني انا ما بوافق اه بالمجمع. بوافق على القطعة. يعني انو في قصص انو فيك توافق حدا مسلا ازا قدم اقتراح قانون مسلا خصو بيد ضمان الشيخوة. اي انا بوافقة يعني. اعطيني شغري مسلا بتوافقي عليا وشغري بتعرضي عليا. الشغلي بوافق عليها. مسلا في قانون هنا هو مش لقلق القانون هو لفادي عبود بس هي وفقت عليه او ازا بدك مضيت عليه قانون الشفافية مسلا. انو فادي عبودو حتى تكتل الطيار كمان عم بتو يطرحوا. مسلا هيدا من القصص. اه بوافقة مسلا بالحملة الدفاية اللي بتعملها مسلا هيدا حاملة. بشو بتعرضيها? بعرضها اه بتوجهها او الاحادي اه او انو ازا بدك اه يعني اه بعرضها انو ما بتعمل معارك سياسية مش مع الكل اه بالقدر المتساوي. يعني بتلاقيها بتعمل معارك سياسية بدك الرئيس ميجيل عون والوطن الحر اكتر ما بتعمل معارك سياسية مع غير القوى السياسية. هدا اللي بعرضها. اه استدفتها على الاو تي في. اه اخر فترة ما عندنا شفناها معك على الاو تي في. هل انو هل ممنوعة الصادفية? لا ولا مرة حدا اللي ممنوع. اه دعوة اللي رفعت عليك من الحزب الاشتراكي ومن الوزير واقل ابو فاعور وين صارت? مش من الوزير واقل ابو فاعور بعتقد هيك من اه وليت جملات. مم. من رئيس حزب تقدم الاشتراكي. ما بعرف ما صارت. هي احيلت على المطبوعات. ووقفتوني. بعد اه ما حد استطعانه. ما استطعوك ولاش. لا نحن رحنا اول شيء. كيف عليك مع الحزب الاشتراكي? عندك اه اصدقاء عندك. مش بالمعنى الاصدقاء الاصدقاء لا. بس عندي معارف. يعني بطبيعة شغلك. طبعا. اه طبعا. انه عسلا بيكونوا تجوفة. معهم حق كانوا يرفعوا دعوة عليك بوقتها? اه كل واحد بيعمل اللي هو يعني بلاقيه مناسب لما صلحته للامدج تبعيته وهيك يمكن هنه بين موقعهم الحزب بلاقوا انه اه انه مش انه ما بد يعني انه مش فارق له مش عادل لقلون حدا يطلع على ساعة تلفزيو مع انه انا سألته يعني الحسن مقلد انه انه هل هو وليد جملات? اه كان الجواب انه لا نفي ولا تأكيد. وبعدين انا ذكرت انه في معلومات يعني تقول انه وليد جملات. اه واصلا بالاخر اخر مؤهل الوديد جملات مع زميل ماريو عبود علي. كمان كان في له حديث بهذا الموضوع على فكرة. اه. اه. فيمكن هنه من واقعهم الحزب يشعروا انه بالمومنتم هداك المومنتم انه هن لازم يردوا بشكل بطريقة فرفعوا دعوة. مم. اليوم انت معقى مع الاعلام. لا طبعا مين معقى مع؟. اللي صار بالاصل الجمهوري مع الامتي في وتم طرد الامتي في وقبل كانت الامتي في عم تنادي لرئيس الجمهورية بالسيد عون. اه انت معهم؟ مع هالحرية الاعلام? وما عهيك يصير? اه مع هك يصير شو اصدق بالاصر? لا انا مترح ازا بداك المكتب الاعلام بالاصر ما كنت ما كنت بمنع الامتي في تشو? بس هدا ما بيعني انه بس هدا ما بيعني طبعا انه الامتي في اه مش عم بتمارس فقط حرية اعلام. اه. يعني هي واضح اه في برنامج سياسة يعني انه في هدف سياسة بنورا هدا. لو مرجع تالى الجديد كما اقول مسلا تكوني على امتي في او القلب السيمي بيجو هيك اكتر. مي بيشبهني من شو? من الامتي في او الالبي سي? الالبي سي. ليش مش الامتي في? لا قلت لك لي? لانه الامتي في واضح انه في عندها برنامج سياسة عم بتعمله غير انه قصة انه الحريات طبعا انا مع الحريات. بس انه واضح انه الى جانب هدي الحريات في برنامج سياسة. ما بيشبهني. ما بيشبهك. اه. اليوم جديد بيشو اكتر شي بتشبهك? بوقوفه الى جانب الناس. فقط? برأيك الجديد وقت قصة المصارف ما كانت عم بتغطي مظبوط متل ما انهم هو السوار? وقت كانوا عم ينزلوا على مصرف لبنان وعم بيصوبوا عن مصرف? واضح انه كل الناس كل مؤسسات عندها تقاطعاتها وعندها يعني ازبادك خطوط الحمر. بس خليم اقول ان الجديد هي اكتر مؤسسة بتلامس لخطوط الحمر. مم. بشي وشي. في اصص بترجع او اطلع او اطلع. انتلك كل المؤسسات. انا بداية الحالة انه اللي بقولوا عن انه هي ما بتستقبل تجوف ومدرشو. اه انا في بعض المراعات. مم. ومش بس يعني بتسيب. قلت لك ان هاي المراعات تصير بكل المؤسسات. يعني والجديد والنبئان والمنار يعني ما عنده المراعات. كلهم عنده مراعات. كل واحد بحسب وين انت موضعه ازا بدك على الساحة الاعلمية. مم. انا عم اقول انه الجديد هي اكتر واحدة جريئة بهذا المطرح. اه حتى لو فيه يمكن بعض التموضع اللي بيفرض علي بعض التقاطعات والمصالح. مم. ولكن هي اكتر واحدة بتروح صوب. بتروح الاخر. اخر سؤال لك قبل ما نختم مين اكتر محلل سياسة بتحبي تصطدي فيه? محلل سياسة خسام مطر. ام. اه كيف علاقتك بجوزاف ابو فادر? ما في علاقة شخصية. ام. نعم في فيديو ينتشر لكم وقت العطسة مش هيك هلا اه. اه لا ما في هو هو بعرفه طبعا من خلال انه السنين يلي كنت فيها بالحوار وبيجي يعني ع ضيفة في فترة طويلة. بتحبي اسلوبه? ما كتير. ليه بتصطدي فيه? ما ضروري كل واحد. ازا كل واحد بدي يحب يعني شو لازم استضيف كل الناس بيحبه. انا انا بحبك وشانك استضفتك. انا بحبك. جوزيفين بدي ايلك اه شكرا لانه اليوم جيت وخصصت ازا بدي اقول الحوار الاكبر اه لا هيدي الحلقة رغم انه كتطالب منك. لا بدي ايلك شغلي. انا عملت مضيخة لقلت فيها بس التويتي اللي كتبتها لكل الناس وكان وقته لانه زميلي رواد هو ضيف. كانت هيدل وكانت انجع دقتان قلت فيها بس التويتي. لا بس بالعكس اليوم اللي شي اللي حكيته ام انه كتير بحدد مين انا ازا بدك. اللي الناس اصر ما بتعرف ايه. الناس بيحكموا من بعيد انه ييلك شو ما? لاحظة بدي ايلك شغل. اخر اخر كلمة. ما فيه ما فيه بدي اختم لانه بدون يفوتوا موجد. بس في شغل ما سألتنا انا عفكرة كنت تصير مهمة. شو? قسة الهيلا هو ولا عرس المدرة شو? ايه. ولا وما عاملين عليها مهرجان هلا. اوكي ما لانه ارادي حكيت. ولا مرة. مش كتبت شي على تويتر. ولا مرة. اوكي شو قسة الهيلا هو? لا فيه لا هو ولا فيه شي. ما بعرف كيف. يمكن سألت دي مصادق وقته. ولا. بس ما بعرف كيف الناس بتقرر هي انه هي سمعت سمعتني عام غني هلا هي. وانا بتحدى هيلو حدا يجي يطلع برنزل الفيديو انا عم غني فيه. واخدوا البدكنية. شكرا لاريك وشكرا لكل يلي تابعونا عبر صوت كل لبنان اه و ريديو تمورو باستريديو.